ومن كورس تعليم برنامج 7 3D وان شاء الله نشوف كده بس زي كل مرة بنشوف ايه الموضوعات اللي خدناها المرة اللي فاتت فنشوف الموضوعات التي تم تناولها في المحاضرة السابقة اللي هي لكت المحاضرة رقم 6 شرحنا المحددات التي يجب مراعاتها عند اختيار عناصر القطاع التصميمي لان احنا اشتغلنا بالفعل كل المحاضرة اللي فاتت ازاي نعمل الاسمبلي ونعمل الاسمبلي وايه هي الانواع اللي نختارها وايه الانواع اللي تفيد معنا في القطاع وما الى ذلك وبعد كده عملنا شرح كيفية عمل قطاع بسيط وشرح كيفية اختيار عناصر الامثل للقطاع حسب المواصفات المطلوبة لان كل عنصر من العناصر اللي موجودة سواء مثلا حارات او كيربيستون او سايدووك او ما الى ذلك البرنامج بيديلك option انه يعطيلك كذا نوع من الانواع دي ولكن مش كلها يناسب معك في القطاع احنا بنشوف اللي ناسبنا ايه في القطاع بتاعنا واشتغلنا عليه بعد كده عملنا كيفية عمل يتعمل يعني عملنا اسمبل من البولو لين واعطينا له الاكواد بتاعته وعرفنا ايه عرفنا للبرنامج وبعد كده عملنا كوريدور للقطاع الاستخدام للها وعملنا اسطح منه بحيث نشوف هل القطاع نفسه اعمل بشكل كويس ولا لا وهل جاب النتيجة المطلوبة ايه ولا لا وطبعا عدينا شوية في عمليات الكوريدور ولكن الكوريدور هناخذه بالتفصيل ان شاء الله خلال المحاضرة ايه المحاضرة الحالية. تماما. اه عندنا شرح كافية عمل قطاع اكثر فعقيدة. وتوضيح ازاي ايه هو الحاجات اللي قدرنا نعملها بالبرنامج وايه الحاجات اللي ما قدرناش نعملها بالبرنامج. وممكن تتعمل بمرامج تانية اللي هو زي الساب اسيمبلي كومبوزر. وضحنا ايه وضحنا موجودة فين بالزبط. ومين كان شريحة على اليوتيوب وشفنا حتى اللينك بتاعها نعمل ازاي. اخيرا تمرد على مجموعة من الاستفسارات للمجموعة كلها. طيب. نبقي نشوف كده مع بعض. ده القطاع الاول اللي اشتغلنا عليه المرة اللي فاتت. كان عبارة عن ثلاث حارات. يعني حارتين وشولدر بس احنا عملناها ثلاث حارات. وكان الشكل اللي هو بتاع الكيربي ستون ده عملناه من البول لاين. تمام كده. ونفس الشكل اللي هنا. وعملنا مرة الكوريدور على هزا الاساس. وبعدين اخدنا العنصر الاكثر تعقيدا اللي هو ده. تمام? اه وقلنا ان التن担امج نفسه يقدر يعملنا كل الشغل اللي في فيه بما على المنطقة اللي هي منطقة دي اللي هي سيلي webinar. دي قطر اللي احنا نعملها باللاي. بس طاقة simple composer. طيب المرة اللي افروكو ان احنا مرة الفاتد ما اشتغلناش على ال day light اللي هي مجموعة اللي ايه الميول الجانبية. ال day light هنا بيسمى اللي هي عبارة اللي ميول الجانبية للطريق. اللي هي اللي توصل من قطاع التصميم بتاعي لحد ويش الأرض اللي موجودة أو مكان الأرض الطبيعية اللي موجودة ودي ما خدناش المرة فاتت انا اخدها المرة دي بس مبدئيا أن أنا عملت قطاع تاني كده عبارة عن برضو ثلاث حرات وعملنا الكيربستون في النص هنا حيث كأنه جزيرة وسطية عشان فيه ناس بغضت وطلبت في حالة لو عندي جزيرة وسطية وعايز اعملها والجزيرة دي عروضها متغيرة فانا قلت اعمل قطاع يمثل للشغل بتاعنا هو نفس القطاع عبارة عن ثلاث حرات زي ما احنا شايفين وعندي هنا طبعا هنشرحه بالتفصيل ولكن دلوقتي هنبتدي ناخد عملية الميول الجانبية بتاعتنا طيب أنا عندي هنا في الميول الجانبية الميول الجانبية اللي هيا دي هناخدها كده copy معنا ازف بيكتب بالعربي هادي copy copy معنا هنا كده عشان نبتدي هيا نتعامل بي هو قال لي أنا عندي في حالة يعني لو هقطعنا في فعندي السلوب هيبقى واحد الى اربعة وبنعمل ايه يعني ايه يعني انا هيعمل سلوب واحد الى اربعة في حالة لو هو اكتر من تمانية متر بيبتدي اعمل على تمانية متر بعرض كام بعرض تلاتة متر حلو كده حتى احنا نجدينه بشكل تفصيلة بسيطة هنا هو في الاول بينزل بسيط كده تحت بنسبة اربعة الواحد تمام كده لغاية ما يديني خمسين سنتي وبعدين بيبتدي يطلع بميل واحد الى اربعة تمام كده يعني كل متر افقي يطلع اربعة متر رأسي جنوبة اربعة متر رأسي يطلع متر افقي وبعدين اقصى حاجة تمانية متر وبعدين بياخد بنش بعرض كام تلاتة متر والسلوب بتاع ناقص واحد وهكذا ده في حالة الكت عندي كت هنا زي ما احنا كت حالتين ياما كت ان روك وفيه كت ان سويل يعني لو انا بقطع في سويل اللي هي الارض الطبيعية العادية مش صخر بيجديني تلات حالات زي ما احنا شايفين وفي حالة الفيل بيجديني اربع حالات طيب البرنامج لو احنا اضغطنا على كنترول وتلاتة بيبتدي تلع لنا مين شاشة اللي هي السوبر ماركت بتاعتنا اللي فيها كل التفاصيل بتاعتنا احنا في الحالة دي بندور على حاجة اسمها الديلايت يقصد بيها الميول اللي هي الميول الجالبية زي ما احنا شايفين في ديلايت انواع كتير قوي وزي ما احنا عارفين دايما افضل افضل حاجة تشرح لنا اي عنصر وانا عنصر دي بنختارها نعمة لكي مين عليها وبنقول له هلب ونبتدي نشوف الهلب ايه الهلب بتاعها ولكن احنا ما بداينا ناخد ابسط شيء اللي هو عملية الديلايت جنرال وده الاكتر استخدامة الجنرال ده بيديني تلات حالات في حالة الكت وثلاث حالات في حالة الفن يعني ايه تلات حالات دي تسمى حالة بمعنى هو بيقول لي هنا لفحالة لو انت عندك كت ارتفاعه من سفر المتر بتاخد ملكم اربعة الواحد واحدد الاربعة دي اللي هو هوريزنتل والفي البرتكال اللي هو واحد تمام وفي حالة لو الارتفاع القطع من متر لتلاتة متر اي بسطو واحد لتلاتة واخر حاجة اكتر من ثلاثة متر لسطو واحد لتين فهنا الفكرة كلها ان ايه ان هنا عطيني ثلاث حالات مختلفين برنامج 7 3D عندي ايما بيختار مثلا Daylight Bench ايما بيختار مثلا Daylight General الجنرال مش هيدا يديني Bench والBench ما يقدرش يديني حالات زي الجنرال ففي الحالة دي انا عايز اعمل ايه انا عايز اكون للبرنامج حاجة الحالة تمشي معي في الحالتين يعني حاجة تمشي معي في الحالتين زايد ان هي Daylight General حتى زي ما نشوفها بيديني ثلاث حالات فقط مش اربع حالات انا عندي هنا اربع حالات في الفيل دي هقدر اعملها ازاي بنعمل حاجة اسمها ال Conditional ايه هي ال Conditional دي عندي نوعين Conditional Horizontal Target وعندي Conditional Cut and Fill Cut and Fill دي بديله حالات بقوله زي قاعدة F بتاعة الاكسل كده مثلا فحالة لو انت عتشوف معطى معين عادي تدي تحقق لي الجزء دي بمعنى ايه انا هاخد دلوقتي الحالة دي اللي هي حالة الفيل تمام كده اللي هما اربع مين زي ما شوفين اربع حالات حلو كده فال Daylight General هيوفر لي دلاتة فقط ففي الحالة دي بيجي اقوله انا عايز اعمل Conditional Cut and Fill ليه Conditional في الحالة دي لان انا عندي اربع حالات يبقى انا هحط ال Daylight مرتين مرة هتديله الثلاث حالات دول ومرة هتديله حالة واحدة اللي هي دي فبقوله هنا ال Condition بتاعي اقوله Condition Cut and Fill اضغط عليها فزي ما شوفين بتظهر لي الويندو دي اصغرها بس شوية استأذنكم تمام ومنيجي مسلا في الحالة دي هو بيقول لي الحالة بتاعتك هنا في ال Right ولا Lift بقوله في ال Right اللي او تود يعني هرسمها لك على الرسمة بعرضها كامفا فيش مشكلة هرسمها مسلا بعرض خمسة متر دي مش هنتأثر معايا في شي لاني دي بس مجرد عرض على الرسمة ليس الا الميل بتاعك في حالة فل او في الكات يعني مثلا هبطلو هنا انا عندي فل تمام كده واقول له الميل يعني بصوا جامعة عمليت ليه قود دي يعني الازهار اللي قدام منك هنا ولكن ما بيأسرش خالص في الايه في السوق السيملي بتاعك او في الايه في الكوريدور بتاعك تمام يعني ده بس كده للعرض مبدئي طيب فبقول له انا عندي هنا حالة فل فبيقول لي minimum distance كام والmaximum distance كام يعني ايه minimum distance وmaximum distance يعني من كام لكام حيشتغل في الحالة دي ومن كام لكام يشتغل في الحالة دي فدولة ودولة زي ما احنا قلنا احنا عندنا من صفر الواحد ومن واحد لثلاثة ومن ثلاثة لخمسة ده كده اول معيار يبقى اول حاجة بيبتدي من صفر واقصى حاجة يبتدي جهاز كام لغاية خمسة يبقى ان هكتبله هنا خمسة تمام كده ليه لان ما بعد خمسة هاخدله حالة تانية يبقى البرنامج طول ما هو ارتفاع الفيل بتاعه من سفر لحد خمسة هياخد الحالة اللي انا هربطها بالرقب ايه بالعنصر ده هبتدي حطها هنا كده تمام زي ما انتو شايفين كتب لي كلمة فيل وكتب لي من سفر الى كام الى خمسة حلو احنا ممكن حتى نكبر دي شوية نخليها ناسف كنترول واحد نخليها عشرة متر عشان اتبع ايه اوضح وهو ارسر تمام انا كده عندي ايه عندي الفيل في حالة من سفر الى خمسة هبتدي عمل ايه هبتدي احطله الدي لايت العادي اللي هو الجنريل بتاعي ايه دي لايت جنرل تمام كده وزاي منتو شايفين لو احنا فتحنا بقى 100 بالتفاصيل بتاعه كده انا عندي ايه انا عندي ااا بتاعي في حاجة هنا اسمها في دي لايت ك perd وفي عندي پرات كت اا ماكسمام هي عائت والمديم كت وماكسمامية Donald والستيب كات. ده التلات حالات للكات. يبقى انا عندي اكسر ارتفاع كام. ودي له الميل بتاعه. وبعدين الاكسر ارتفاع في الحالة التانية ودي له الميل بتاعه. وبعدين الحالة التالتة اللي هو هياخد ايه انليميتد. هياخد انليميتد. ونفس الحكاية في الفل. لو انا جيت في الفل عندنا اهو. عندي هنا. الفل اللي هو الحالة الاولى. وبيوصل لغاية ارتفاع كام. والحالة التانية يوصل لغاية ارتفاع كام. والحالة التالتة. فخلينا احنا نعمل شوية زوم عشان يبقى شايفين دي معنا. يبقى انا عندي الحالة الاولى احنا هنركز على الفل لان الكات هيبقى حالة تانية خالص. ادي الفل اول حالة عندي من سفر الى واحد بميل ستة الواحد. يبقى هنا اقصى ارتفاع عندي كان هو هنا هو تجابي الميل بتاعه ستة الواحد مزبوط ولكن اقصى ارتفاع عندي هنا متر مش متر ونص فاكتب له واحد وانتر تمام? وبعدين الحالة التانية انا عندي من واحد الى تلاتة الميل بتاعها اربعة الواحد فالميل اربعة الواحد مزبوط واقصى ارتفاع بتاعها تلاتة مزبوط وبعد كده الميل عندي كام واحد لكام واحد لتلاتة فهي هغيرله بس من هنا واكتب له تلاتة وانتر وببتدي نزل الجزئية دي فين في الرسم. نضغط فين بقى مش هنضغط فوق هنا قد على الانش بتاعتنا لأ هنضغط في اخر اللينك بتاع مين بتاع الفل اللي احنا شايفينه وبنضغط هنا. تمام يبقى كده هو نزلولي ونزل زي ما شايفين فيه حالة فل وفيه حالة ولكن هو البرنامج هيتجاهل حالة اللي موجودة لان هو بتاعه عبارة عن ايه? بتاعه عبارة عن فل فقط. الكنديشن عبارة عن فل فقط. طيب. دلوقتي هو لو انا استخدمت البرنامج على هذا الاساس. هو هيوصل لغاية خمسة متر ومش هيزيد عن كده. طب افرد انا عندي حالة اللي هي الحالة الرابعة اكتر من خمسة متر. فساعاتها بعمل تاني معها. بقول له كونديشن كتن فل. نفس المعطيات برضو احنا خليه مسلا العرض بتاعه عشرة متر. الميل بقى هنا اتزوده شوية واحد لاتنين. تمام كده? وبعدين انا عندي هنا بيبتدي من خمسة ميل ايه من خمسة متر لحد ما لقيه ميل نهائي. تمام كده? وهو عبارة عن فل. تمام? وبحطها فين مش بحطها بقى هنا لا بحطها في نفس النقطة اللي هنا قطوة القرار بتاعت اللي هي النقطة دي. اهي. تمام كده? طبعا احنا عملناها معيش اه ميل غير ميل تخليه ايه? واحد نص عشان تنزل تحتها عشان تبقى باقينا معنا. تمام? يبقى هون من النقطة دي يبقى البرنامج في النقطة دي هيبتدي يحد يشوف الفل كام ارتفاعه. لو الفل من سفر الى خمسة هيبتدي ياخد الحالات اللي موجودة هنا. لكن لو الفل هنا اكتر من خمسة هيبتدي بص على الحالات اللي موجودة فين؟ النقطة هنا. طيب. هنا ممكن اعمل دي لايت طبعا عندي هنا كم حالة? عندي حالة واحدة فقط. عندي حالة واحدة فقط. فممكن اعمل دي لايت جنرال نفس الحالة. هنا انا اخترت من هنا وقلت له دي لايت جنرال تمام? ماشي وفي نفس الوقت احادي له المعطيات بتاعته. يعني احنا عندي بص هنا في الفل. هو بيقول لي واحد لستة طبعا الميل عندي هنا كان واحد لاتنين. تمام? فساعتها هقول له الميل واحد لاتنين في حالة البرنامج ادي واحد لاتنين. ونفس الشيء اقول له هنا واحد لاتنين وهنا واحد لاتنين. تمام كده? والماكسيمام فل هتديره مسلا كام على اي ان كان الرقم ان هو قريدي هياخد مين? هياخد القيمة بتاعته. مسلا نديره مية. وهنا مية. تمام? مجرد ما بيجي هنا. في الواندو دي ماليش? وبحطه له هنا. تمام? زي ما انتوا شايفين بقى الفل عندي هنا كام? ماينس كام؟. ماينس اتنين? حلو؟ يبقى ايוא فف الحالة دي هيبتدي ياخد الفل ده. حالة لو. هو في حالة اكتر من خمسة هياخد واحد الاثنين. طيب ده كده في الفيل طب في الكات في الكات انا هاخد بس الحلل اللي موجودة فوق نفس الفكرة هيبقى هنا هعمل له دي لايت ياخد الكات اول لانا ممكن اخد له الكات مباشرة انا هاخد مين الحلل الفوق اللي معانا دي اللي هي بتاعة الروك. اه هبتدي اقول له انا عايز اعمل برضو اه كونديشنال اللي هي كات اند فيل تمام? وفي الحلل دي بقول له في الريد عشرة متر برضو واحد لواحد والفيل بتاعي سوري والكات بتاعي من سفر الانليميتد ما فيش مشكلة وببتدي اقدر نزله فين نفس نقطة القرار نفس زي ما شايفين نزلت معي هنا دي نقطة الفيل انا عايز بقى اعمله ايه? عايز اعمله الديتش اللي احنا شايفينه ده وبعدين البنشات اللي موجودة دي فالديتش دي ممكن نعملها بشكل لينك هو اللينك هيبقى ميل اربعة الواحد والفرق المنسوب كان خمسين سنتي فباجي هنا بقول لكم اللي هي جينيريك لينكس بقول له انا عايز لينك ويت زند سلوب تمام? العرض بتاعه كام? العرض بتاعه هنا اتنين متر لان هي واحد لاربعة الواحد يعني وينزل نص متر يعني عرضها اتنين متر فقط والميل بتاعها ناقص كام? ناقص خمسة وعشرين ناقص خمسة وعشرين لان الميل اربعة الواحد وعال رخص ازاي تتأكده بشكل سهل وبسيط لو انا ضغطت هنا كده تمام? احنا الميل بتاعنا اربعة الواحد يعني كل اربعة افقي ازاي ديني واحد راسي يبقى انا كده حرسم لانا مسلا ادي واحد راسي تمام? وهجي اصد منه اه اصد منه اربعة افقي تمام? ولولو رأنا رجعت ان احنا عملنا اربعة راسي انا كده واحد راسي يديني اربعة افقي تمام? ولو رجعت قفلت المسلس علي ان Load. ماشي مع الخط مزبوط يبقى انا كده حالتي مزبوطة. ولو اتأكدت ان هي نصف متر كل ما هوني اللي هاجي في قايمة النوتات وبقول له انا عايز اشيك على النقطة دي والنقطة دي الدروب بتاعها كان نص متر يبقى كده مزبوط. تمام? حلو. بعد كده هبتدي من هنا وابتدي اعمل مين البنش بناء على التفاصيل دي. هو بيقول لي الميل الواحد والفرتكال الاربعة. وكل تمانية متر بيعمل لي مين? بيعمل لي بنش. فانا هاجي هنا. هدور على الديلايت. في الحالة دي باختار له الديلايت بنش. تمام? وبقول له والله انا عندي في الكات سلوب اهو. الكات سلوبي يبقى عندي اربعة. تمام? المكسمام هايت يعني اقصى ارتفاع هيوصل له تمانية متر. هو بيقول لي برضو المكسمام سوري الفيل سلوب ففي الحالة دي انا عندي البنشات فقط في حالة القطع فما فيش مشكلة لان انا زي ما احنا عمليين ايه عاملين كونديشن فهو هيطبق الكون ده في الحالة دي بس. يعني هياخد السيمبل اللي انا هتقوله او سوري الديلايت اللي هتقوله هنا هيطبقه بس في حالة الكت مش في حالة الفيلم. هنا بيقول لي عرض الويدز 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 عرضه كام فبقول له تلاتة متر. تمام كده? والسلوب بتاعه اقول له كام ناقص واحد زي ما هو وجود فيه في الرسم غالبا نتأكد. السلوب بتاعه ناقص واحد. تمام كده? السلوب بتاعه ناقص واحد. تمام. وهبتدي ايه? هبتدي اخطه له هنا. ونبتدي ايه? نشوف مع بعض. طبعا هوا بيطلع بالشكل ده. ولكن احنا نشوفها في الكوريدور بتاعنا هتبقى حملها ازاي? طيب. كل المجموعة دي كده انا هبتدي اعلم عليهم باللينك الصغير لما نقولها واللينك والردي في موجود هناك. يبقى هعلم على الحالات دي بتاعتي وهبتدي اقول له من فوق هنا على اليسار اقول له ميرور. على النقطة. النقطة دي. تمام? ماشي. وهقول له كلير وبقول له اوكي. خلاص يبقى انا عملت ميرور نفس الاسم. سوري الميول بتاعتي من اليمين للشمال. وابتدي اشوف معي. هبتدي اعمل كوريدور. انا قلت لغاية الكوريدور اللي فات. نبتدي نعمل الكوريدور. الكوريدور بتاع اسميه ار واحد. هقول له الروض واحد. انا شغال على الاف جي زيروتود اللي هو البروفايل. وعندي الاسمبل اللي هو الوحيد اللي موجود في الرسمة اللي هو ده. تمام? اهم حاجة عندي تارجت ساقول له بصي لعلى مين? على الارض الطبعي. بص على الارض الطبعي. مجرد ما بقول له اوكي. ماشي? فبيقول لي هنا شاشة الفريقونسي. فبقول له نعايز فريقونسي كل خمسة متر مبدئيا كل خمسة متر. وبقول له اوكي. وبقول له اوكي. نقول له ريبيلد. ربنا يسهل ما يكونش فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. مبدئيا الحمد لله ما ايه مجال ناشئة ايه. مجال ناشئة ايه. نبتدي نشوف الكوريدور بتاعنا. في ملاطق ممكن يكون فيها ايه. ممكن يكون فيها بنشات. مسلا المنطقة دي. فبنضغط هنا احنا المكان ما هاختر الكوريدور هيختار لي السيكشن بتاعه. وبتدي اقول له كوريدور سيكشن. اه بصوا هنا الميل هو اربعة الواحد ما فوق نكتب له احنا واحد الاربعة. ليه? لانه زي ما شايفين هو عمال لي بنش هنا. تمام? هتنا نقفل مايش الجريد دي. نو نو بقول له اوكي. اه يعني هو عمال لي المنطقة الديتش اللي في الاول هنا ولكن الميل الجانبي بتاعي هنا جاب له كام اربعة الواحد. طبعا دي كانه الميل مفتوح تماما. فهنا لأ انا هقول له والله انا عايزة واحد الى اربعة عكس الرقم اللي ايه? اللي موجود. هاخد هنا. هقول له كنترول واحد. هقول له كام? يبقى بوينت تو فايف. يبقى كما يجب بوينت تو فايف. طبعا? وفي نفس الكلام الطرف التاني هقول له بوينت تو فايف. وبقفل هنا وبقول له انا عايز اعمل كوري دول لازم عمل له طبعا ريبلد عشان نبتدي نشوف ايه الفواري. نشوف مع بعض حتى انا بركز تحت كده في المنطقة دي. اعمل كليك يمين وبقول له ريبلد. ونبتدي نشوفه هيعملها انا ازاي? اهي. مباشرة عملها لي كام اربعة الواحدة. تتأكد ازاي لو انت رسمت لاين? اهو. احنا هنطلع كل كل اربعة متر رأسي بيطلع متر افقي. اربعة متر رأسي بيطلع متر افقي. زي ما انتو شايفين الخط بتاعنا جاي في مكانه فين? ما جاي مكانه وازبوط. تمام? وفي نفس الوقت انا عندي المنطقة اللي تحت دي هنا في دروب. بس اعدل شكل القطاع. مشان نشيل الكتابات اللي ايه? بالزيادة. اوكي اوكي. اهو. تمام? عندي المنطقة دي نص متر فلو انا جيت هنا اهو تقولت رو والله المنطقة بتاعتي دي نص متر ولا لا. انا ايسف هنزلها من هنا الهنا. نص متر ايه? نص متر مزبوط. تمام? يبقى ده كده القطاع بتاعي في حالة لو جاء عندي هنا في اه في بنش. حلو? نبتدي نشوف القطاع تاني مسلا ما يكونش في بنش. القطاع تاني مسلا في المنطقة دي. فلو جينا في وماشينا مسلا هنا. دي منطقة فيها زي ما انتم شايفين هو عمال لي ايه? عمال لي الفيل بتاعي يبناء على الحالة اللي موجودة طبعا هو يكريب لي هنا نقص بوين تلاتة وتلاتين اللي هو هيبقى واحد لكم? واحد لتلاتة وهنا واحد لاربعة على حسب ايه? الميول الجانبية بتاعته ولكن هنا ما شافش مين ما ليش الحالة بتاعت ايه? ما عمل ليش البنشات. لا هو اشتغل على طول بالميول الجانبية زي ما انا ايه? زي ما انا قلت له. تمام? اه لان انا في الحالة دي انا ما قلت لهش ايه? الميول الجانبية هو في حالة الكاتت هياخد بس القطاع اللي فوق هياخد منه الكاتت. اما في حالة الفيل بيبتدي يشوف زي ما قلنا لو اقل من خمسة متر هياخد التفاصيل اللي هنا اكتر من خمسة متر هياخد التفاصيل ايه? التفاصيل اللي هنا. طبعا لو احنا بصينا حتى على القطاع في حدات تانية. ممكن في البداية شوية كده. ده برضو قطاع يعني زي ما شايفين هنا قطاع قطع في عملي هنا اما قطاع الردمة ما بعمليش ما بعمليش بيمشي مباشرة على مين? على الميور بتاعتنا زي ما احنا ايه? زي ما احنا شايفين. تمام? يبقى ديك حالة مين? حالة اللي يمين في الويندو دي. يبقى اللي هي في حالتها احنا بس بنستخدم على حسب الحالات اللي موجودة معنا. آآ بنستخدمها بنقوله في حالة تاخد الشكل ده وفي حالة الفيل لو هي حالة واحدة تاخد الشكل ده او الشكل ده. في حالة لو ما عنديش انا التفاصيل اللي كلها عندي بس كات وفيل وده تلات حالات وده تلات حالات انا ما بحتاجش سعية تامين. ما بحتاجش الكات اندفيل كونديشن دوت. لا بحط بس دي لايت عاديه وبشتغل به. طيب هنا زي ما احنا شايفين مرة بيقول لي ومرة بيقول لي فيفضل على حسب بقى الحل ان هي الفكرة الروك والسويل دي بتتحدد على حسب الطبيعة هناك. بيقولوا مسلا على سبيل المسال في منطقة جبلية فدي يعني نشتغل على اساس الروك. في منطقة سهلية فعن نشتغل الاساس السويل. فده يفضل اللي احنا نعملها في الموقع. آآ بنختار من كزا الستيشن كزا النوع ايه. وبنيجي في البرنامج هنا بنقول له بنعمل اتنين اسمبل يعني نفس الاسمبل اللي احنا مختارينه ده. تمام كده على سبيل المسال ان هاخده كوفي. تمام? وهافترض ان ما فيش الحالة الرابعة دي. كاننا حالة تلت حالات فوق وتلت حالات تحت فساعتها هشيل كل اللي موجود ده. ده كده هشيله. وده كمان هشيله. وده وده. تمام كده ونفس الشيء كل دول. هشيلهم. تمام يبقى انا عندي حالة القطع والردم هنا. فهبتدي بقى اشوف حالة القطع هنا عندي كام والردم هنا كام. حيث لو انا شغال في السويل. هقول له كنترول واحد. تمام? فانا عندي تلت حالات قطع وطلت حالات ردم في الحالة دي مسلا. ففي القطع هنا زي ما احنا شايفين انا عندي اول حاجة واحد الاربعة فهغير له هنا. هقول له دي اربعة. اقصى ارتفاع اللي هو متر. تمام? وبعدين واحد لتلاتة. اقصى ارتفاع اللي هو تلاتة متر. هو مكتوبة بالفعل. وبعد كده واحد كام واحد الاثنين. ماشي. ده اللي هو على الرايت سايد. طبعا ايه الفيل لو نزلنا للفيل نتأكد. ستة الواحد المتر وكام اربعة الواحد لتلاتة متر. طبعا. يبقى الرايت سايد اوكي. هنشيل كمان اللي على الرايت سايد ده هقول له وده هعمل له على النقطة من النقطة دي. تمام? وده مسلا عن سميه. طيب واحد. داش سويل. عشان ده يشتغل فين كمان دات السويل فقط. وهبتدي اعمل ايه? هبتدي اضغط على الكوريدور بتاعي. تمام? بسم الله الرحمن الرحيم. طيب لازم نعمل سيف. ونقول له سيليكت. كده اختار لي الكوريدور بتاعي. اهو. آآ سهل جدا ان انت تغير الاسمبلي بتاعك مجرد ما انت بتضغط على ال موديفاي ريجون وبتيجي كلمة ريجون بروبرز تمام? بتضغط عليها. بنختار له الريجون بتاعنا اللي هو الاساسي ده وبقول له والله انا عايز اغير الاسمبلي بتاعي من الى. ايه ايه فكرة اللي انت هتغيره من هنا احسن? لان هو بيحتفز بنفس بيحتفز بكل ايه? بكل شي. فبقول انا عايز ينوض اللي هو السويل وبقول له اوكي. وبنتظر عليه لحظات. المفروض هو بيعدل ايه? كل القطعات بتاعتنا. بتاعت مين? بتاعت الطريق بالكامل. بياخد لي مين? بياخد لي ايه? الحالة اللي هي موجودة فين? الحالة اللي موجودة دلوقتي معي هنا. فلو انا بصيت المناطق اللي هنا كان فيها بنشات زمان لو انا اخترت هنا. فقلت له انا عايز يشوف شكل القطع في الحتة ليعمل ازاي? زي ما انتوا شايفين عمل ليش بنش عمل لي كام ميل اثنين لواحد وهنا ميل كام تلاتة لواحد عشان نصغر بس نوضح الكتبات. او زي ما انتوا شايفين عمل لي هنا ميل اثنين لواحد وهنا ميل كام تلاتة الواحد بدون بنشات بدون بدون ديتش بدون اي شي لان هي عبارة ايه زي ما احنا قلنا القطاع بتاعنا مفوش فاخد الحالات مباشرة. في الموقع مسلا على سبيل المسال انت عندك نص المشروع كده ونص المشروع كده. فكل ما هنالك ان انت بتتفعي ده او مع الجهة اللي انت بتشتغل معها. انهي مناطق قطعة وانهي مناطق اللي حيبقى فيها ديتش. فقسلا على سبيل المسال انا عندي منطقة دي انا اخد من اول هنا كده. حلوة انا عمل حتى مسلا. حتى دي الحد. المحطة. لحد هنا كده مسلا. تمام? يبقى المنطقة دي كده من هنا لحد هنا. دي هياخد مين? هياخد البينش. والبقى هياخد السويل. فساعتها بتعمل سبيلت للريجون بتاعك. فانا اختار الريجون اللي هو الكوريدور بتاعي. وبقول له هنا سبيلت ريجون. بفصله. والله بفصله عند النقطة دي. تمام كده? ماشي وبرجع تاني. افصل ده عند النهاية من النقطة دي تقريبا. بقى كده انا عندي كده القطاع بتاعي او الكوريدور بتاعي متقسم تلت قطع الاولى والوسطية والنهاية. فبيجي هنا وبقول له انا عايز اعمل ريجون بروبيرتز. فبيقول لي انه ريجون زي ما تشافين هو عامل هايلايت باللون الازرق. فبختار له اللي انا عايزه مسلا اللي هو في النص ده. وقول له والله ده رجعه لي. خلهولي ايه? الطيب بتاعي الاساسي اللي هو البنشات. وبقول له اوكي. وبقول له هنا. ادل له بتاعته. وبأكد له هنا نهائي كلها الان جي ال. وبقول له اوكي. وبضغط انتر. تمام? لو جينا بقى في قطاع هو. لو على سبيل المسال قطاع من القطاعات اللي موجودة هنا. اقول له وريني القطاع عامل ازاي? هنلاقي القطاع هنا ايه? اللي هو ما افروض القطاع بتاعي بال اه بالديتش اللي هو يعتبر بالبنشات. المنطقة دي بالبنشات. ولكن انا جيت في قطاع تاني متقدم او متأخر في ريجون تاني مش موجود هنا. مثلا على سبيل المسال. طبعا هنا مفيش مشكلة في الكتا انا عايز شوية قدام. ايوة اه ده قطاع قطاع اهو. زي ما انتش شايفين مانتش مين? مانتش اه مانتش بتاعنا. لان هو كده ايه? عمل لنا مين? عمل لنا الجزء بتاعتنا. اللي هي ايه? جزء ايه? ان هو في القطاع في منطقة الصويل اللي اخد بتاع الصويل فقط. وفي منطقة البنشات اخد بتاع ايه? بتاع البنشات. طبعا دي بتتحدد بناء على مين? على الطبيعة انت نستخدم الحالات دي وانت نستخدم الحالات دي. كده يبقى احنا غطينا الى حد كبير يعني السبق السيمبلي اه ولا السيمبلي بشكل عام. وزي ما قلنا افضل دليل لك ان انت بتعمل اي حاجة الحالة بتاعتك دي تنفع ولا ما تنفعش على حسب. لان طبعا الحالات كتير جدا زي ما انت شايفين دي لايت لي حالات كتير جدا. كل شيء يعني تنقبر لي حالات كتير ولكن انت بتشوف الحالة اللي اتناسبك ايه وتبتدي تعمل تليك انا عن نفسي دايما بعمل الكوريدور تجريبي كده واجرب فيه الحد ما الاسيمبلي بتاعي يزبط تمام ببتدي ازبط اخد الاسيمبلي بتاعي على الرسمة الاساسية وبتدي اشتغل به. انت حاول برضو تعمل نفس الفكرة عندك اللايت مسلا تجرب الحالة دي تنفع معي ولا لا وهو شارح طبعا بالايه بالتفصيل الممل لكل الحالات اللي ايه اللي موجودة معك. تمام? ده كده خاص بالصبع السيمبلي حتى لان. ما ان نقول ان احنا اغطناه بشكل كويس. ولحد عنده اسئلة سريعة في الصبع السيمبلي لغاية دلوقتي قبل ما اخش على تفاصيل الكوريدور. هل في حد عنده اسئلة او حاجة اللي عنده السؤال يكتبو? انا فيش حد عنده اسئلة طيب نبتدي في الكوريدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وغالبا ما حدش عنده اسئلة. طيب نبتدي في الكوريدور. نبتدي على الكوريدور. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الكوريدور كنا مجحسين له رسمة تانية. طبعي نفس الرسمة ان تنفع معنا. لأذا كده الرسمة الاسيمبليزيو واحد. قبل ما يخش على الكوريدور. الكوريدور زي ما احنا عارفين زي ما اتكلمنا بلكده ان الكوريدور عبارة عن عملية تجميع لكل عناصر الطريق التلاتة اللي هو المظهر بتاعنا. البروفايل بتاعنا. والقطاع بتاعنا اللي هو الاسيمبلي بتاعنا او الاسيمبلي بتاعنا. في الآخر خالص بيتعلى علي شكل طريق زي ما احنا شايفينه ايه. بالشكل السلاسي ابعاد. ولكن برضو الكوريدور دي محددات ودي مجموعة حاجات كثيرة نقدر ايه نتعامل من خلالها. ايه المحددات دي وايه هو الشغل بتاع الكوريدور وما الى ذلك. ندخل على صفحة تانية هستغذينكم او وصلي ملف تانية انا مجهزه. بسم الله الرحمن الرحيم. اه هنا. اه دي كوريدور كوريدور واحد. دي كنا شرح معه حتى قبل كده. بسم الله. كوريدور واحد. البرنامج الكوريدور بشكل عامل بيجي نتعمل بيجي نخطر الشاشة بتاعته بيديني البرامترز بتاعته بيوجهني لمنطيتين او ثلاث مراطي يجب نشتغب بيهم. اول واحدة بياولي هي هstag الرحيم بتاعتك في حالة عندك هكذا ترتك وهي неё ND تhave Armen cảm. ايه هو الهتمام وانه هوarbete ley Tareget دي في حالة لو انا عندي الطريق متغير. طريق دي بإذن يوسع وبإيئل او يُوسع وإيده. او ان الطريق ديت عند منطية مسلا منيسنتر لين بيبقى ملتزم بالبرو فييل وعند الـ edge بتاعت الطريق بيبقى ملتزم بمناسب تانية ر�을 عن امكن لكي واحد الميوليج ginمني بيتاعته. تمام كده؟ فديه تعتبر من التارجت التالت اللي هي الميول الجانبية لغاية سطح الأرض الطبيعية يبقى كده هو عنده ثلاث أنواع من أنواع التارجت فلنحن عملنا مثلا على سبيل المثال أنا عندي اللوحة دي اللوحة دي فيها اسملي يسميه فول سيكشن واحد عندي هنا حارة على اليمين عرضها 15 متر وحارة على الشمال عرضها 15 متر وعندي سايد ووك عرضه 10 متر بالكربستون بتاعته ونفس الشيء بالكربستون بتاعته على الشمال حلو هبتدي أعمل كرودور بسيط من الموضوع ده أنا عندي طريق زي ما نحن شاكفين برضو 15 متر و10 متر عرض من عرض السايد ووك هبتدي أقول له أنا عايز أعمل كرودور تمام وهسامليه R1 مثلا تمام على سبيل المثال ونشوف صفحة الكرودور أساساً بيقول لي إيه بيقول لي الستايل بتاع الكرودور إيه اللي هو الشكل بتاعه إيه طبعا سواء استايلات أو الأكواد حاجة اسمه الكودسيت دور ممكنون يتغيره في أي وقت زي ما إحنا عوازين فبابدائياً احنا بنشوف بس هنا قدي الكرودور بتاعي بيبقى المسمى بتاعه هنا لحبات يعمل له ديسكريبشن بعمله من هنا وهنا بيقول لي نوع البيز لاين طيب هنا هتفرق على حسب الاصدار اللي انت شغال به لو انت شغال بالاصدار قبل 2017 مش هتلاقي الاختيار ده اللي هو الفيتشار لاين لكن من 2017 فما فوق هتلاقي اختيار الفيتشار لاين زي ما احنا قلنا وشلحناه قبل كده بشكل بسيط إنه هو عبارة عن خط سلاسي أبعاد بل إنه هو بالكرفات وما إلى ذلك وانا بقى نحاول نوصل إن شاء الله في المحاضرة الجاية نتكلم عنه شوية الفيتشار لاين فلو انا حبيت اعمل آآ كوريدور من فيتشار لاين ينفع من بعد 2017 ينفع اللي انا عمله ومجرد ما بختاره زي ما انت شايفين أنا في الالايمنت هنا لو انا اخترت الالايمنت فبيقول لي اختار الالايمنت انت بروفايل لاني لازم يكون فيه بروفايل الالايمنت بدون بروفايل مش هيظهر معاك في الليستة اللي هنا تمام بلازم الالايمنت يكون له بروفايل عشان ابتدي اعمل مين ابتدي اعمل الكوريدور مجرد ما بختاره فبيقول لي ايه هو الالايمنت وايه هو البروفايل ليه لان الالايمنت الواحد زي ما احنا قلنا ممكن يكون فيه كذا بروفايل فعينه واحد انت عايز تستخدمه عشان تطلع الطريق بتاعك وطبعا ممكن تغيره في اي وقت بعدين يعني انا ممكن اعمل الطريق بتاعي وعمل مثلا خمسة بروفايل على سبيل المسال زي ما عملنا في البروفايلات طبعاً لكده عملنا اتنين بروبوزل أنا هعمل خمسة وعايز بعد كده أعمل كوريدور واشوف مثلاً لو الكوريدور بالتاعي دوت على البروبوزل الواحد يديني كميات كم وقاطعه وكم لرد وبعدين أغير بدلاً ما أعمل كوريدور من جديد لا أغير بس المنسوب التصميمي خليه بروبوزل اتنين مباشرةً يغير للكميات خليه بروبوزل تلاتي يغير للكميات وهكذا يبقى أنا ممكن هو كوريدور واحد بس أغير عليه البروبوزل اللي هو الخاص بالبروفيل يبتدي يعدله لك أو أننا مجرد مهما بختار الفيتشار لين زي ما نشايفين هو أقل الفيتشار لين اللي موجود عندك المفترض يكون اسمه ايه والصيد بتاعه ايه مسألنيش على منسوب ليه لأنه هياخد المنسوب مباشرةً من الفيتشار لين الفيتشار لين ملهوش بروفيل ولكن الفيتشار لين كعنصر لمنسوب تمام كده على هذا الأساس هياخد من المنسوب بتاعه أما لو alignment لا بيجي ديني ايه بيجي ديني الoption ويقول لي مين ويقول لي ايه هو البروفيل alignment والبروفيل ففي الحل دي انا عندي alignment بتاعي اللي هو وعندي بتاعي اللي هو وتبهوز ش تبام كده ولا باسبل بتاعي اللي هو اللي احنا قلناه فحالة لو انا عندي ميول جانبية فبختار له من هنا مين؟ بختار له التارجي بتاعي لدي مسلا التارجي لانه هو بيشوف الأسطح اللي موجودة في الرسمة ويبتدي يجيب هة لكن على أساس ان انت عتودوديها فيه فين؟ على الجانبية بتاعتنا ولكن في الحال دي انا ما عنديش ميول جانبية فهتغض عن اختيار الان جي ال. حتى لو انا اخترته ما فيش مشكلة. هو كده كده انا ما عنديش ايه ما عنديش ميون الجنبية في القطاع بتاعي. طبعا? فبقاقول له نان. وزي ما انتم شايفين بيقول لي هنا يعني ايه? يعني التفاصيل بتاعة المين بتاعة الكوريدور. اعمل لها يعني ابتدي اعمل لها عددات. معنى ان علامة صح يعني هتظهر لي ويندو تانية اللي انا بعمل فيها الاعدادات. وانا بفعل اعيز الويندو دي. فبقول له اوكي. ونشوف بقى الويندو دي مع بعض. زي ما انتم شايفين انا عندي هنا. وعندي set all frequencies. وعندي set all targets. حيث لو انا عندي على سبيل المثال مخطط طريق. مخطط يعني سكنين. في مسلا عشر طرق. فانا ممكن اعمل العشر طرق كلهم في كوريدور واحد. ازاي? ان انا بعمل كوريدور مثلا لطريق واحد منهم زي ما انا عامل كده. وبعدين بضيف حاجة اسمها baseline. فبيضيف لي طريق تاني موجود معايا. فبتدي البيز لاين ده مجرد ما بختط كلمة بيز لاين. فبيقول لي ايه هو اسم البيز لاين. وايه هو الالليمنت بتاعك. وايه هو البروفايل بتاعك. تمام كده? ودي ممكن نستعرضها شوية بعدين. فانا ممكن اعمل كل كوريدورات المشروع بتاعي. اصري كل طرق المشروع بتاعي في كوريدور واحد. طبعا هي بتقل الجهاز وبيبقى الشغل عليها اصعب. مش اصعب. اتقل بكتير يعني. ولكن انت لو المشروع كامل مسلا عندك مخطط في عشرين تلاتين طريق. حاول تتجمع كل خمسة ستة طرق مع بعض بحيث هي يبقى العملية مربوطة مع بعضها. انا ممكن اقاريكو حتى على مسئلة عندي اعمل لها كسا. اا ما تحطوهمش كلهم في ملف واحدة اللي الملف هي تقل منك وهيبقى هي الحركة في الملف هي هتبقى صعبة شوية. سيت اول فريكنسيز اللي انا هعمل الفريكنسي بتاعت كل القطاعات. سيت اول يعني هيشغلهم على الكل. اما هنا انا عندي اختيار اللي انا اختار الريجون هنا او اختار الطريق كله على بعضه. يعني ايه. دولاتين نشوف هنبتدي ناخد الفريكنسي العادي بتاعي. انا عندي هنا الفريكنسي ده فبقول له. الفريكنسي اللي هو ازاي بيسموه هو مش التردد هو تكرار القطاع على الالايمنت بتاعي. احنا هناخد الدراتي معيش. هستأذنكم. هناخد زي ما هو التفاصيل زي ما هي مش هنغير اي شيء وبعدين هنرجع نغيره وتشوف تفاصيل ايه. هقول له بسان هنا اوكي. هقول له ري بلد للكوريدور. زي ما انتم شايفين هو عمل ايه? عمل لي الكوريدور بتاعي ده. طبعا انت بتشايفه بشكل كويس بتضغط عليه وبتقول له انا عايز نشوفه هو الابجكت فيور. طبعا? نفتح الشاشة دي ونقول له والله هين ورعونا من هنا كده. نبتدي نشوف. زي ما احنا قلنا سابقا ان البرنامج بيعمل ايه? برنامج بياخد القطاع بتاعك. طبعا هو هنا سري دي هان دي. بياخد القطاع بتاعنا زي ما احنا شايفين ان انا لهي. انا عندي حارة على اليمين. وبعدين عندي الكربستون. وبعدين عندي الراسيف. ونفس الشيء على الشمال عندي حارة والكربستون والرسيف. البرنامج بيبتدي اخد القطاع بتاعنا. من نقطة مين? من نقطة السابق السيمبل اللي هي نقطة مين? انا عندي في الحالة دي نقطة السابق السيمبل اللي هي النقطة دي. تمام كده? بياخد القطاع بتاعي ويبتدي كرروا على المصار ويدديروا نقطة البروفايل منها. يعني النقطة النقطة دي هي نقطة البروفايل في نفس الوقت نقطة على المصار. تمام كده? والفريقونسي قصده ايه? هو مكرر كل قد ايه? زي ما نشافين هنا مسافة كبيرة مثلا ممكن تكون عشرة متر. ممكن هنا تكون عشرة متر. وبعدين هنا قلت. وبعدين هنا قلت جدا. طيب من كده. وبعدين زادت تاني. وبعدين قلت قلت زادت زادت. طب هي هو ده اللي ما يسمى الفريكونسي. اللي هو تكرار القطاع على طور المسار. تكرار القطاع على طور المسار. طيب. قدر اتحكم منه في اين? طبعا شاشة اللي هو الكوريدور طبعا اختفت معي ولكن اقدر ارجع لها مجرد ما اضغط على الكوريدور بتاعي وبتدي اقول له كوريدور من فوق على الشمال هنا تمام بتظهر معي الويندو دي ده اسم الكوريدور بتاعنا لو حبنا نغير الاسم هنا البراميترز اللي هي اللي ايه نفس الشاشة اللي كانت تظهر لنا هناك بحيث نقدر نعدل منها اللي ايه التفاصيل بتاعك هنبتدي ندخل على الفريكونسي الفريكونسي دي اللي هو اللي ايه زي ما قلنا تكرار القطاع التصميمي بتاعك على طول الطريق هيكون فيديته ايه الفريكونسي في حالة لو انا عايز ازر طريقة واحسن شكل الطريق او الطريق الفعلي النهائي بشكل كويس بزود الفريكونسي خاصة في مناطق الكيرفات لانه هو كل ما هنالك لو احنا كان عندنا كيرف طبعا هنشوف مثال تاني بعد كالي كون في كيرف لو في منطقة فيها كيرفة والمسافة من الخط لانه هو كل ما هنالك بيعمل ايه بيحط القطاع هنا وبيحط القطاع تاني زي ما احنا شايفينه هنا ويبتدي وصل خطوط مستقيمة من القطاع من النقطة دي لمثيلتها في النقطة دي يعني نقطة الكراون او نقطة طب الاسفلت هنا هيوصلها بنفس نقطة طب الاسفلت هنا بنفس الطب الاسفلت هنا ودي شفناها بالفعل لو احنا عملنا الابجيكت فيور تمام ايه زي ما هنشوفين هتلاقي ايه في خطوط وصلة مثلا فيه خط اهو وصل من البوتوم هنا للبوتوم هنا تمام كده وفيه خط وصل من النقطة دي للنقطة دي لان البرنامج هو ده عملية بتاعة مين بتاع الطريق ان هو بياخد القطاع بتاعك من قطاع واحد لأ بيحط مجموعة قطاعات ويبتدي وصل ما بينهم خطوط الخطوط دي بتاخد منسيب بياخد منسوب من هنا ومنسوب من هنا ومنسوب من هنا وفي الاخر يكون لك سطح يجيب لك شكل ايه شكل الطريق بتاعك بشكل ثلاثي ابعاد اللي هي بتاعة الطريق تمام كده وبيبتدي وصل زي ما شايف يعمل برضو مسلسات يعني دي كتاة خطوط كلها يتبقى خطوط مسلسات بعد كده طيب فالفريكونسي بتاعنا طول ما يقل للفريكونسي يبقى عدد الايه عدد النقاط على القطاعات بشكل عام بتزيد فالمسافة او شكل القطاع او شكل الطريق بشكل عام بيتحسن ولكن لا يفضل مسلا على سبيل المسال في الخطوط المستقيمة ما تزودش قوي يعني ما تعملوش مسلا كل نصف متر في الخطوط المستقيمة ليه لانه هو قريدي حياخد خط المستقيم من النقطة دي دي النقطة دي فانت ايه فايدة اللي انت عمينا بسا كل خمسة متر او كل اثنين متر او كل ما ايه لازلت لا يفضل بس في مناطق الكيرفات وانشوفها ان شاء الله ايه متقدمة اصدف جزء متقدم من المحاضرة دي ففي الحالة دي يفضل ولو هو في خط مستقيم حاول تخلي الفريكونسي شبه ثابت وزبا احنا هنشوف بعد كده برضو ان الفريكونسي ده تعتمد عليه في عملية استخراج البيانات بمعنى ايه؟ لو انا هستخرج البيانات بتاعت الطريق بتاعي بعد كده انا عايزة اطلع البيانات دي عشان ما بفادي يشتغل بها في الموقع لو انا هستخدم اعايزة استخرج كل خمسة متر يبقى الفريكونسي بتاعي لازم يطلع كل خمسة متر اي ان الفريكونسي بتاعي لازم يطابق نفس الانترفال اللي انا هطلوبه بعد كده البيانات ليه؟ لان ما فيش قطاع تصميمي هنا فالبرنامج مش هيعمل مش هيختر من عنده لأ هو مباشرة هيبتدي مين؟ هيبتدي يجيب الداتة بتاعيتها بحالة لو في قطاع هنا لازم ساعتها بنزود فريكونسي وبنحط له قطاع هنا عشان يبتدي يطلع البيانات عليه ودي هنخليه لقدام شوية في اعتبر الفريكونسي هو ايه؟ زيادة عدد القطاعات على مين؟ على المصار نفسه فلو انا بتغطي هنا قلط له البروبرتس قلط له انا عايز الفريكونسي في حالة لو انا مقسم الطريق مجموعة ريجون زي ما احنا عملنا من شوية اسمنا طريق تلاتة ريجون عملنا ريجون ياخد نوع من الطرق اه سوري نوع من من السيمبلي ونوع تاني ففي حالة التأسيم بيزهروا هنا بتقسم كزا حاجة ولكن هنا هو البرنامج اخد الكوريدور بتاعي المصار بتاعي طوله كله متى تسعة وسبعين متر فاخده كل واحد لو انا حبيت افصله طبعا التولز اللي موجودة فيه تولز هنا اللي هي الموديفاي ريجونز انا هعمل فصل دلوقتي مبدئين كده سريع فبقول له سبليت ريجون فبيقول لي فين زي ما انشافين لما بتقف انت على الكوريدور بيعمل هايلايت باللون الازرق تضغط عليه ويقول لك انت عايز تعمل سبليت فين عايز تفصل الكوريدور فين في الحالة دي مسلا هافصله في الموطة دي تمام كده زي ما انتو شافين اي فصل لجزء هنا وجزء هنا ولكن الكوريدور حتى الان وحدة واحدة وكل ما هونالك فصلهولي فين فصلهولي هنا في الشاشة بتاعت البروبرتس اهو قال لي والله انت من الستيشن سفل لحد الستيشن 25 اللي معمول لها هايلايت زي ما احنا شايفينها كده المنطقة دي كلها ليه لانانا ممكن اتحكم في الفريكونس الخاص بالمنطقة دي فقط وممكن اتحكم في التارجتس الخاصة هنا وممكن اغير اغير مين اغير السكشن او في المنطقة دي ولكن ما ينفعش اغير البروفايل في المنطقة دي لوحدة لان زي ما شايفين الطريق الاساسي اللي فوقه ده ال هوريزنتال بتاعه وده الفيرتائل بتاعه يبقى ده هيبقى ثابت على الكل يعني انا اصلي ما ينفعش اللي انا وانا عندن اتنين ببروبوزل ما نفعش اعمل نص بروبوزل هنا والنص بروبوزل بيتم عكل ولكن القطاعات نفسها بتتغير من هنا لنه ممكن نعمل هنا اقطاع نص اعمل هنا قطاع كامل اعمل هنا قطاع بيوري الجنابية هنا من غير مفيش مشكلة كل ما هنالك عملت له سبليت فلامي بتقسمني هنا اتنين زي ما اamo Gas going to bring two as coming toIVA القطع الكبيرة اللي هي دي كده والقطع الصغيرة اللي هي دي وممكن في أي وقت أغير مثلا والله هده هخليه على المتين مثلا أو مية وخمسين تمام وده هخليه على كم على مية مية وخمسين تمام كده وبقول له apply rebuild the corridor هاين سأخذت ما خدش مية وخمسين rebuild the corridor تمام يبقى زي ما تشعفين هو فصله لي فين فصله لي في النقطة دي بالزبط لو أنا جيت للطيرو أنا عايز corridor البروبرتس بتاعتي يبقى القطاع الأولين اللي هو أول مية وخمسين متر القطاع التاني بدء من مية وخمسين متر لحد آخر آخر استيشن عندي طبعا عملية الفصل دي احنا بنعملها في حالة لونا هعمل كذا قطاع مختلفين تمام والفكرة برضو إن أنا ممكن أحدد frequency خاص بالمنطقة دي أحدد assembly خاص بالمنطقة دي أو أحدد targets بتاعتي خاصة بالمنطقة دي تمام ففي الحالة دي أنا هعمل لهم دمجة تانية أنا مش عايزة خليهم منفصلين بتدي تضغط هنا وبقول لأنا عايزة عمل بسم الله الرحمن الرحيم merge merge regions والله ده مع ده تمام زي ما تشايفين لو رجعنا في شاشة البروبرتس هبتدي يقول لي والله لا أنت بدأت من البداية لحد إنها كلها في قرادة رؤية فقسم اللي واحد سواري في region واحد تمام دي بتتسمى regions منطقة دي بتتسمى region طب لونا حبيت بقى عدل frequency نفتح نشوف شاشة البروبرو frequency عاملة إيه نضغط هنا بس يا شباب دلوقتي أنا عندي شاشة الfrequency بيقول لي والله عند الhorizontal baseline وعند الvertical وعند الoffset ثلاث عناصر الhorizontal اللي هو الخط المستقيم نفس هو بيقول لي along tangent يعني الخطوط المستقيمة عاملة كل كام ففي الحالة دي بقول له مثلا كل 10 متر هنا بقى على حسب مين على حسب ال data اللي أنا هتلعها إن شاء الله بعد كده وعلى حسب الجودة الطريق اللي أنا عايزة أشوفها عاملة إزاي في الحالة دي أقول له مثلا كل 10 متر في الخط المستقيم في الكيرف هقول له مثلا كل 5 متر أو كل 2 متر ونص في السبيرل اللي هي المناطق الانتقالية مبين منحاية الانتقالية مبين الخط المستقيم وكيرف أو مبين الكيرف وكيرف في الحالة دي أنا ما عنديش أساسان سبيرل فما فيش مشكلة يعني لو أنت ما عندكش الحالة مش موجودة فما فيش مشكلة تعدلها أو ما تعدلهاش في بقى مجموعة نقاط أحيانا أنا شخصيا بلغيها ولكن هي أحيانا بتبقى كويسة وأحيانا بتسبب لك شوية مشاكل في الكوريدور اللي هي جزئيات دي هو بيقول لي هوريزنتل جيومتري بوينت يعني هوريزنتل جيومتري بوينت عنده النقاط الجيومتري بتاعت الهوريزنتل كيرف اللي هي بدايته والمنتصف بتاعته ونهايته فهو هيزود لك قطاعات على المناطق دي زي ما انتشافين هنا مثلا زي كده هو مزود هنا قطاعات على المناطق دي حلو كده ليه لأن المناطق دي دي مسلا عاديك زي ما انشافين فيه حاجات تغيرات في الهوريزنتل نفس الشيء في الهوريزنتل نفس الشيء في الهوريزنتل في الحالة دي أنا بقول له غالبا بقول له أنا مش عايز أشوف سواء في السوبر اللي فيجن كريتيكال بوينت أو في الهوريزنتل بس انت ممكن للدقة الأكتر ممكن تخليها ييس ما فيش مشكلة تسعب طيوني ولكن أحيانا بتعمل لنا شوية ايه هنا في الهوريزنتل نفس الشيء انت عايز على القطاعات سويا على القطاعات كلها قدية ففي الحالة دي أنا حاوله كله عشرة متر زي الهوريزنتل زي الهوريزنتل زي الهوريزنتل تمام كده وفي الجيومتري Add vertical geometry points اللي هي من بداية المنحانة الرأسي والمنتصف المنحانة الرأسي ومنهاية المنحانة الرأسي تمام كده وهنا في الـ low point والـ high point ممكن برضو تضيف ايه قطاعات أنا في الحالة دي برضو مش عايز اضيفهم طبعا انت ممكن تضيفهم ما فيش مشكلة هنا بقى في الـ targets بحيات لو انا هيكون عندي target خارجي في الـ office target أنا عندي target خارجي هو هيزود لي نقاط على الـ target الخارجي بس هو حاليا انا ما عنديش target خارجي فمش هيهمني في شيء وبقول له اوكي وبقول له اوكي ومجرد ما بقول له rebuild زي ما انت شايفين انتظمت المسافة ما بين كل قطاع والتاني لو احنا حتى شايفنا عليها ما بين هنا وما بين هنا هتطلع كام تطلع عشرة متر تمام وفي نفس الوقت شادي الخطوط الزيادة اللي كانت موجودة ليه لانا انا قلت له في frequency شلهالي طب هلا انا كل مرة عشان برضو ايه نتعود على السرعي لحدا ما هلا انا كل مرة بنخش جوه الـ properties هنا ونعدل من جوه لا في طريقة اسرع واسهل انت عايز تعدل من هنا ايه الـ frequency ادي او edit frequency بتضغط عليها وبتضغط على الـ region اللي انت عايزه بيطلع لك شاشة الـ frequency مباشرة ايما انت مش كل شوية تدخل على شاشة من الـ properties انت من هنا تقدر تعدل كل شي على سبيل المثال انا عنديش هنا ورزينت انا لسا عندي هنا في الـ vertical هقول له yes وهقول له yes ونبتدي نشوف هنلاقي ايه في شوية خطوط زيادة هيظهره معنا اهم زي انتو شايفين في خطوط زهرت هنا وخطوط زهرت هنا وهنا دول بتوع ايه ادي الـ vertical curve بتاعنا انا عندي نقطة الزيادة نفس الشيء في الـ low point والبداية والنهاية يعني انا نلاقي مجموعة نقاط زهرت فين على القطاع بتاعي او على سوريا على الكوريدور بتاعي ليه لان انا كل ما هونالك انا زودت له قدت له هاتليمين في الـ vertical زود لي عند نقاط الجيومتري بتاعت الـ vertical والـ low point والـ high point طبعا هي مفيدة الـ low point والـ high point بس الـ vertical مش مفيدة بس مبدأيا it's up to you انت عايز تتزبطها او لا ترجع ايه مجرد ما هقول له اوكي يرجع ايضا يبقى دي فكرة الـ frequency اللي موجودة فين في البرنامج اللي هي عملية تكرار القطاع على الخط بحيث يزبط لشكل القطاع بشكل عام ويطلع لي جود ده احسن للخط ولكن طبعا بتتقل ايه بتتقل الملف معاك وبتتقل الجهاز طول ما انتش هلقل طيب دي اول حاجة تاني حاجة عندنا في القطاع اللي ودخلنا على شاشة عندي حاجة اسمها الـ target نبتدي نفتح الـ target ونضغط عليه هنا او ما عايش في جزء ايه بس في الـ frequency زي ما انتشايفين مجرد ما انا غيرت لات الاول ما قيمة 20 فانا عندي هنا قيمة 10 25 فراح جايبها لي هنا قال لي various various يعني متغيرة واصده متغيرة ان الكارب مش زي spiral مش زي الخط المستقيم لكن لو كن كلهم واحد على سبيل المسال هعمل هنا 10 وهنا 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 اقول له اوكي الواحد بس لكن انا عندي كزا الـ alignment ده فقط فببتدي اضغط هنا وبعدل التعديل اللي هيتم هنا هيتم على كل الـ regions اللي تحت الـ baseline ده او تحت الـ centerline ده طب بفرض انا عندي الـ corridor كامل في 10 centerlines وعايز اعدل الـ frequency على الكل يبقى كل 2 متر ونص نختار من هنا set all frequencies دي هيعدل على كل الـ ايه كل الخطوط اللي موجودة معنا في الرسم طيب حاجة ببتدي على targets نفس الشي فبقول له انا عايز اشوف الـ targets سيما انت شايفين هو عنده 3 انواع من انواع target target surface اللي هو السطح والtarget التاني اللي هو width and offset targets اللي هي العرض تمام كده و slope and elevation target اللي هو target بتاع مين target بتاع المنسوب target بتاع مين بتاع المنسوب طيب حاجة لو انت عندك daylight فهو بيقول لك daylight بتاعك هتبص على سطح ايه مجرد ما بتتغطله هنا وتقول له الله مثلا عن NGL وتقول له اوكي بقى خلاص هو هيعمل الـ daylight عن NGL ولكن انا ما عنديش daylight فما فيش مشكلة ما اختاره ليش هنا width target العرض ايه بقى اللي ظهر معايا هنا طبعا المتغيرات هنا المنطقة دي كده هتتغير من قطاع للتاني شكل قطاع لشكل قطاع تاني ليه لان دي الـ assemblies اللي موجودة معاك في القطاع واللي بتقبل عملية target بتاعتك target load اللي هو عملية التوسيع فيه عناصر ما بتقبلش توسيع اللي ضغطنا على control و 3 وجينا مثلا على الـ basic وقولنا له عايز basic lane كليك يمين وبقول له prepare تمام وبتدي انزل ايه انزل تحت شوية هنا زي ما انتم شايفين target parameters ما فيش حاجة يبقى target parameters none يبقى انا عندي لو انا اخترت طريق عملت طريق وعملت له حارة اللي هي basic lane وقلت له تعالى بعد كده وسعلي الطريق مش هيوسع ليه لانا مثلا على سبيل المثال هنعمل القطاعتين معنش assembly كده سريعا zero two حال وبقول له ده هنا واعمل basic lane يمين و basic lane شمال زي كده تمام وهاجي الكوردور ده وقول له properties وقول له والله يعدي اللي solid section بتاع اللي هو بقى zero two تمام ووجيت وقف بصيت في basic lane دي ما فيهاش target طب افرد مسلا على سبيل المثال انا هقول له هشيل واحدة من دي حل وهبتيجي احط lane اللي هي ايه lane lane دي اللي فيها ايه اللي فيها target بتاعتي تمام ونفس الشي هبتيجي على الكوردور وقول له والله يعمل لي تعديل واختر لي النوع اللي هو مين النوع zero two بقول له اوكي وقول له target هنا فتح لي target ولكن زي ما انت شايفين قال لي والله انت عندك حارة اسمها lane super aor على right site وتقدر تديها target في توسعة وتarget في من في منسوب تمام كده ولكن الحارة اللي على الشمال لا ما بتقبلش يبقى عشان كده اللي موجودة هنا ممكن تختلف من شخص للتاني او من مشروع للتاني على حسب الاسمبل اللي انت مختار على حسب الاسمبل اللي انت مختار فاي حارة انت عايز تعرف تنفع معاك ولا لا مين عليها تقول له help ده احسن دليل يعني عشان مترجو واني يجي هنا في الtarget سوى الراجل بقول لي انت الtarget سا عندك ممكن تارget توسعة وتarget outside elevation يعني ممكن تغيره بناء على الحاجة اللي وره طب اللي برد عبرا عن ايه profile alignment او 3d polyline او feature line او survey figure زي ما احنا كلمنا عنها حتى تريبا في الحاضرة اللي فاتت حيث لو انا بربط على طريق existing موجود على اليمين وعايز اربط عليه اعملوا 3d polyline وتيجي بعد تقول له انا لازم تسمي كل حاجة من الحاجات بتاعتك يعني ايه انا عندي دي حرار العليمين او control 1 ده الاسم بتاعها في super market نو غير فتاح حتى control 3 استخدم كم control 3 ادي الحرار بتاعتي اسمها lane super AOR حلو وهنا نفس المسمى انا ما غيرتوش lane super AOR فيو فضل لا تسمي كل حاجة عشان يبقى اسهل عليك معرفتها اثناء عملية targets حيث لو انت هتستخدم ها في التارجت فانا في الحالة دي هقول لو والله دي اسمها RT lane يبقى دي الحر اللي علي مين رناس او روش RT lane طبام كده ونفس الشيء دي هسمي L T L left lane lane طبام كده لو انا جيت ببعد كده وقلت له انا عايز اشوف التارجت بتاعتي هنا طبعا نفس الشيء انا مش محتاجة ادخل على قائمة البروبيرتز عندي هنا ايه edit targets اضغط عليها واختار له على الريجون هيطلع لك نفس الويندو اهي زي ما انتشافين انا عندي الحارة اللي على يمين اللي هي اسمها RT lane دي على اليمين اهي وفي اختها هنا على ايه على الشمال يفضل ان ان انت تسمي ليه لان انا هونت عندك كزا حارة هتلاقيهم موجودين هنا يعني مسلا في القطاع بتاعنا اللي هو في الصفحة التانية اللي هي دي انا عندي كم حارة هنا انا عندي تلاتة يمين وتلاتة شمال فلو انا جيت على الكوريدور بتاعي اخترته وقلت له والله انا عايز اعمال له edit targets ونشوف كده زي ما انت شافين عندي حارة تانية اهي حارة تانية التالت طب اني واحدة اللي عتوسع انا مش عارف ليه عشان انا ما سميتش اتليست سمي اللي انت هتغيرها تمام كده عندي تلات حارات يمين هم وعندي اخواتهم على الشمال تلات حارات شمال برضو اني واحدة اللي توسع مش عارف تمام واللي تاخد توسعها بتاخد مين بتاخد اللوع اللي بياخد توسعها بيقبل يعني target توسعها بياخد نفسه target ايه target منسوق تمام ففي الحالة دي نرجع للمسال البسيط بتاعنا عشان يبقى ايه نعملية واضحة بالنسبة لنا يبقى انا عندي لو انا حبيت اعمل اي target بضغط على المشروع بتاعي او صوري الcorridor بتاعي واقول له edit target حلو وبختار له الريجون اللي اشغال فيه وبقول له اني واحد اللي هيوسع واني واحد اللي يجري طيب وفي الحالة دي انا ما عنديش اي توسعة فما فيش مشكلة الطريق كده بالنسبة لي تمام حلو لو انا بصيت على الطريق وقولت له object viewer زي ما شوفنا يجيب لي شكل الطريق زي ما احنا شايفين كده ماشي ونفس الوقت لو انا اخترت له النوع هنا conceptual زي ما اتوا شايفين هتلاقوا الطريق ايه الطريق موجود معي ولكن بص كده هنلاقي فيه فراغات هنا شايفين لان البرنامج كل ما هنالك هو اعمال لي fill للمنطقة شكلا بس fill المنطقة ما بين القطاع والتاني ولكن المنطقة اللي زي كده ما عملها ليش fill يفضل ساعتها اللي احنا نعمل ايه لانه حتى لان لو احنا جينا في الاسطح هنلاقي بس سطح الارض طبيعيا اللي موجود ولو انا جيت حسبتي كميات البرنامج بيحتاج سطحين تب السطح التاني فين هو حتى لان البرنامج مش هفش السطح التاني عشان كده الكوريدور نفسه لو نجينا في شاشة البرنامج زي ما احنا اختارنا هنا انا عندي كانت تاني كود حاجة اسمها البرنامج تالت حاجة اسمها الكود والفيتشر لينز اللي هو السطح فالمعنى اللي انت تعمل الكوريدور تمام انت كده عملت شكل الطريب بتاعك ثلاثي ابعاد ولكن لسه الغد وقت ما عملتش سطح يمثل التوب او البوتون بتاع مين بتاع السطح بتاع الكوريدور بتاعك يعني انا عايز اشوف فعليا شكله مع الارض الطبيعية عامل ازاي فبتريدي عامل له حاجة اسمها السطح السطح ده كل ما هنالك ان البرنامج بقول له انا عايز اعمل سطح جديد باضغط على الايكونة دي هسميه مثلا R1 طوب يبقى ده كده السطح ماشي برضو انا لغاية دلوقتي عملت طوب بقول له اوكي ريبيل تمام وظهر معايا السطح هنا ماشي فاجي هنا عامل كليكي مين وقول له سيليك وبتدي ابص على مين السطح بتاعي ماشي نبص كده مفيش حاجة ليه لان انا عملت زي نفس فكرة السطح الجديد لما عمل السطح جديد السطح بيبقى والسطح ادي العناصر اللي عندي ايما بحطوله حاجة اسمها feature lines ايما بحطوله حاجة اسمها links ايه link ايه feature line نرجع تاني للأسمبل بتاعنا اللينك زي ما احنا زي ما احنا شوفنا بلاي كده حتى في الشكل ده اللينك اللي هو الخطوط سواء الخطوط اللي وصلة ما بين النقاط بتاعة القطع فلو انا جيت هنا وبصيت على القطع اللي انا وصل من النقطة دي الحاد النقطة اللي هي هنا اللي احنا وصينا عليها اللي هي دي اسمها etw وصل ما بينهم خط link تمام كده لو انا حبيت بص اللينك ده ما وقف ايه برجع تاني control تلاتة بشوف الحالة اللي انا مختارها دي وعمل click green وبقول help وبرجع اشوف اسم الكود عبارة عن ايه تمام برجع تحت خالص انا عايز اعمل code top يعني الخط اللي يمثل top بالاسفل اللي فوق اللي هو اسمه l1 انا قلت l1 ده الكود بتاعه ايه ادي l1 بيقول لي والله كود بتاعه يم كلمة top يم كلمة b هو عم متل لو انت هتعمل سطح top فبتختار ما هو اسمه top وحتعمل l5 اللي هو الخط الصوفي طيب يبقى انا هكده هارجع للبرنامج تاني هارجع للcorridor بضغط عليه وبقول له والله نفس الشيء بدل ما اضغط هنا ممكن اقول كل عنصر من العناصر اللي موجودة في الشاشة دي موجود معي موجود معي هنا بيقول انت عملت سطح top ولكن حتى الان فارغ ما فيه اي تفاصيل فبقول له انا عايز link اللي هي الكود بتاعها اي انا عندي زي ما تشوف top وعندي data فالحالة دي انا بقول له انا عايز top وبقول له علامة زاد عشان يضفولي هنا ادي يضفولي هنا top عندي هنا حاجة اسمها overhang correction وعندي هنا add as a break line خلينا دعوتي من اللي اتنين دول هنخليها زي ما هو احنا معد اتنش كل ما هناك انا ضيفت اللينك بس هو هقول له اوكي مش هاخدش في التفاصيل التانية دلوقتي هنخش لها بعدين زي ما اتشاف مباشرة تظهر معي السطح هنا لو انا اضغط ادي السطح الطب بتاعي ونبتدي نبص عليه ادي السطح شكل لذيذ وجميل زي ما نشايفين واخد طبعا هو طريق ايه في كيرفات رأسية زي ما نشايف هنا تمام او احنا بصينا عليه حتى من الجنب كده مثلا مش خط مستقيم لانا انا اخد كيرفات زي ما احنا شايف فين زائد في نفس الوقت اخد اخد التفاصيل بتاعتي ادي نقطة حتى عالية في النص وابتدي اقول وابتدي اعمله سطح تاني السطح ده يمثل سطح مثلا من البوتوم حلو وساعتها بختار من هنا مين الديتا بختار من هنا الديتا وبقول مين وبقول اد ومجرد بقول اوكي ريبالد للكوريدور زي ما شايفين زهر سطح تاني معي اهو ده سطح البوتوم برضو شوفوا موقف وعمل ازاي ده سطح البوتوم بتي طبعا التفاصيل مش هتبان اوي هنا زي ما هنشوف ايه في القطعات التانية حلو طيب انا كده عملت سطح بوتوم وعملت سطح بوتوم يبقى انا كده الكوريدور قادر عمل منه الاول اللي يفضل انا هزبطه بسم الله رحمة رحمة بشكل عام كفريكوانسي كتارجت وكلام ده كله وبعدين بعمل سطح الطب وسطح البوتوم طيب انا هقفل بس سطح الطب والبوتوم مش عايز مشوفهم مادئيا edit border only او no display افضل edit no display حلو هبتدي بقى استخدم التارجت انا عايز نشوف التارجت زي هستخدم ازاي هبتدي بس هنأفتح بس هستغذنكم هفتح باركنج طيب ادي الكوردور بتاعي ماشي وزي من شفين عندي خط هنا لونه ابيض اصد لونه احمر خط احمر هنا وفي خط لونه اصفر هنا وخط لونه اصفر هنا طيب انا عايز اتدي اعمل ايه انا عندي طريق ماشي بعرض ثابت الو 15 متر وبعدين هيبتدي في منطقة هنا باركنج شمال المنطقة دي عرضها غالبا انا متذكر هنا لحد هنا عرضها خمسة متر يبقى انا عندي باركنج عرضه خمسة متر ماشي كده وبعدين بيرجع ثاني هل انا ملزم هنا اللي انا اعمل قطاع مرة يبقى عرضه 15 وقطاع مرة عرضه 20 عشان ابتدي اشتغل لا انا بستخدم هنا فكرة طول ما هو القطاع واحد نفسه ما تغير شيئا ماشي مش محتاج اعمل قطاع ايه مش محتاج اعمل قطعتين ولكن كل ما هنالك اللي انا هبتدي اعمل هبتدي اعمل اختار للمشروع بتاعي نبتدي نشوف بالطريقة الغلط وبعدين بالطريقة الصحة ايه مش غلط بس يعني نشوف موقف ايه فهبتدي اقول انا الترجل بتاعي عبارة عن او او تمام كده فبقول واختر من الرسمة تمام وبقول له والله مين وانا عندي هنا الصفر وهنا الزيادة يبدأ كده على اليمين هنا فبختار له مين الترجل اللي هو بتاعي ده وبقول له او ماشي هو شاف قال لي رقم واحد هو بتدي له ترقيم تمام نفس الحكاية على الشمال باختر من هنا وبقول له والله انا عايز بولي لين وبختار له بتاعنا من عن الرسم اللي هو ده وبقول له انتر تمام وبقول له اوكي يبقى انا كده وسعت الطريق في المنطقة دي مين والمنطقة دي شمال ومجرد ما اقول اوكي نبتدي نشوف ايه اللي هيحصل وبأشارة بيجيلك زي ما انت شايف كده ايه دي دي شاشة بتاعة اتنين بتاعة الكوريدور الشاشة دي لازم تخليها كده زي ابنك الصغير اوما عندكش اولاد اعتبروا ابنك زي الفيتشر لين بالظبط اللي انت وانت شغال على الكوريدور لازم الشاشة دي على طول قدامك انا دايما شغال على شاشتين شاشة رئيسية اللي احنا شغلنا عليه وفي شاشة جانبية هبقى صور لك حتى الوضع شاشة جانبية حضرت فيها الويندو دي ليه عشان اي ارور يحصل معايا اثناء الشغل ابقى انا متابع الارور ده ايه عشان ما يتطور بعد كده الارور ومعرف صلح طب ايه هو الارور ده لو انا اضغلت عليه اصلي في ناس كتير يصور الصورة دي يقول جماعة انا حصل لدي مشكلة هنا مش عارف احلها هو الحل موجود عندك انا اعمل على الارور هيقول لك والله بتاع الويدز بتاعك ملاقاش التارجت اللي انت عايز انت اخطرنا الخط الاحمر الينين والخط الاحمر الشمال تمام ولكن هو ما شفهوش على مرة في الرايط تمام واللي بعدي في الرايط يبقى ما شفش تارجت بتاعه في الرايط على ستشان عاشر ستشان عشرين تلاتين ياربعين خمسين بعد الخمسين جاب لك ميتين يعني زلك ان هو ستشان ستين شاف التارجت ستشان سبع عين شاف انا لازم اشوف التارجت بتاعي مش مغطي المنطقة دي ومش مغطي المنطقة التانية اللي هي دي يبقى ما بدأيا هاقول له والله الاكشن بتاعي دلوها دي يعني نضاف لي كل الشاشة دي وارجع يشوف عندي هنا زي ما انت شايفين هو الخط الأحمر هنا آه ولكن المنطقة دي ما فيهاش خط أحمر يبقى البرنامج ما كانش شايف هنا ولو تأكدنا هنبص من هنا النقطة دي لحد النقطة دي كده مثلا هنلاقيهم 50 متر المفروض بالفعل دولة 50 متر اللي البرنامج ما شافش فيهم لكن بعد كده شاف فيهم طيب شاف فيهم ايه لو احنا بصينا بقى على سطح الطب هنا نستغذيكم نطلع بس حتى ادي سطح الطب بتاعنا هنا او زي ما انت شايفين الطريق ايه الطريق وسع معايا في منطقة الباركينج ورجع لامة تاني ومشي ولكن هو حاليا فيه ارور فانا انا عملت اي تغير في البرنامج مسلا حتيتي اضغط هنا واقول له والله ايه ايدت فريكنسي زي ما انت شايفين مبدأيا احنا كنا ماشيين كل 10 متر ولكن زادت مين زادت معايا شوية خطوط شايفينا فيه خط زاد هنا وفيه خط زاد هنا الخطوط دي زادت ليه لانه اضغط رؤيدت فريكنسي واخترتي هنا اللي هو جزء الخاص بالتارجت هو الراجل قال لي في حالة لو فيه تغير في التارجت اعمل سيكشن فبقول له ييس تمام كده وفي بداية ونهاية التارجت فبقول له ييس حلو كده يبقى هو البرنامج مباشرة هيحط لي مين هيحط لي قطاع زيادة على الخطوط بتاعتنا هنا في حالة لو انا قلت له على سبيل المسال هقول له نو وهقول له نو وبقول له اوكي زي ما انتوا شايفين الايرور طالع لي تاني طب ما انا كنت قلت له قبل كده خلاص كريره لكن البرنامج كل شوية اقول لك ايرور 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 هيتطلع لك بالايرور كل شوية فيفضل ساعتها اللي انت بتشيل هنا وتبتدي تحل الايرور اللي عندك حلو كده تحل الايرور اللي عندك طيب طريقة الحل ايه في الحالة دي حاجة من اتنين يا اما بزود الخط المستقيم اللي هو التارجد بتاعي ده اجيبه الحد الاخر هنا هو حد الاخر هنا مدام هو ملتزم بنفس العرض اول اسهل اللي انا بعمل سبيلت للريجون سبيلت للريجون بادخط على الاسيمبلي بتاعتني الكوريتور بتاعي وبقول له سبيلت للريجون هو طبعا هو كل زي اللي شايفين هو ريجون واحد وبادغط عليه هنا وبقول له والله عند ايه اللي استيشن دي اعمل تمام طبعا الايرور زي لسه شغالة معي ما فيش مشكلة وبرجع هنا تاني الكبير ده وبادغط له هنا وبقول له مين عند النقطة مين عندي هنا زي ما شايفين الايرور بيتكرر يعني هنا اهو زي ما شايفين هنا سفر و سفر اهو اول اتنين تمام وبعدين راجع تاني تحت هيجيب لك ايه لا اهو هيكررهم تاني هيقعد يجيبهم من جديد. بقول له هنا وبيقول له اوكي طب انا عايز اعدل ايه دي الوقتي اعدل التارجد. بقول له ايه دي مين هنا خلاص تارجد بتاعة توسعة بتاعي ما فيش مشكلة فيه انا عايز التارجد اللي قابليه بادغط هنا هو راجب بيبص هنا على البولي لاين واحد وهنا بيبص على البولي لاين اتنين ساعت هقول له لا والله انا مش عايزك تبص على حاجة هنا ولا تبص على حاجة ايه هنا وقول له اوكي اوكي ماشي وهسيب اللي في الاخر ده زي ما هو بادغط انتر ماشي لو انا عملت ريبلد للكوريدور او غيرنا فريقونسي الاول ما ايش نقيدة مسام فريقونسي انا سابين المسال كل خمسة متر عشان بس يعمل اللي نهو ايه مفوضي طلعنا شاشة الارور بسم النهو رحم الراهيم ما طلعنا شاشة الارور ليه غريبة طيب ما فيش مشكلة اه هنبتدي انا اعدل برضو التارجد اللي موجودة فوق هنا هقول له ايه دي التارجد تمام هنا هقول له شيل اللي هو الواحد وهنا شيل اللي هو مين الاتنين وبقول له اوكي اوكي كده يبقى انا لو عملت اي تغيير في في الكورودور مش هيطلع لي لانه هو باخد هنا التوسيع بس وهنا مش واخد توسيع وهنا مش واخد ايه مش واخد توسيع نفس الشيء عندي زي ما انتم شايفين هو الكربستون هنا كان العرض عشرة متر وبعدين العشرة متر انتقلوا معايا هنا يعني لو بصيت هنا واخترت من النقطة دي للنقطة دي هلاقي نفس هما ايه نفس هما العشرة متر اللي هما بالكربستون لحدين هي العشرة متر نفسها انتقلت معايا ما فيش مشكلة ليه لان الطريب بيوسع اللي وسع مين وسع الهرة دي فبالتالي الجزئية دي مشيت معاها طب افريد انا عايز احتفظ بنفس العرض ده او نفس الوش ده على سعي المنسان اللي هو من النقطة دي للنقطة دي بدون اي توسعة ليه لانا يدي حدود مثلا اه صور موجود معنا زيك ان الكربستون او سيدووك هيبقى هنا عرضه عشرة متر ولكن هنا هيقل هيبقى خمسة متر فقط فسعيتها لما سنفتح تارجت هبتدي افتح تارجت بتاع السيدووك تمام كده اللي هو ايه الحدود الخارجية دي وابتدي اعدل مين اعدل التارجتس بتاعتي اقول ايدت تارجتس تمام هنا فبسعيتها عندي مين عندي اللي هو الحرة الخارجية طبعا هنزا مش محد المسميات فبتدي اشوف انا المسمى اللي انا عايز اعدله ايه فهنا تبص على الحرة بتاعتك مسلا على سبيل ميسير ناخد الجنب ده اللي هنسميها مين سي دي داش ار ت يعني سايدووك رايت سايد تمام كده نفس الشيء على الشمال سي داش ار تي دا هو رايت سايد اي سوري اللي تي ده على الرايت سايد وده على الليفت سايد تمام حيث لو انا اجت هنا وقلت له والله انا عايز اعدل بتاعتي طبعا التارجتس هنا مفيش مشكلة فيها وهنا مفيش مشكلة انا عايز اعدل بس اللي في النص هنا اقول له انا عندي هنا الاس دي رايت والاس دي ليفت تمام ادي هو في بس عشان نوع دا وده في حاجة اسمها كوليفورد ههوريكم شكلها اعمل ازاي فالحلقة دي انا عايز مين السايدووك الويتز هنا العرض بتاعه وهقول له البولي لاين بتاعي وباخترهولو من على الرسم اللي هو الخط ده وبقول له انتر ماشي وبقول له اوكي ونفس الشي على الليفت سايد بقول له سيلكت فروم دروينج وباختر له هنا وبقول له انتر اوكي وانشوف مع بعض ادي انتر اهو زي ما انشايفين دلوقتي لو انا بسيت على سطح الطب بتاعي ادي سطح الطب ادي عندي هنا عمل التوسيع بتاعت الباركينج بتاعتي ما فيش اي مشكلة وفي نفس الوقت السايدوك هنا عرضه 10 متر ولكن السايدوك هنا بقى عرضه كام 5 متر والتزم بمين التزم بالخطوط بتاعتي طيب من الحاجات بقى اللي احنا بنحب نعملها دايما حاجة زي كده زي ما انشافين هنا ادي تارجت بتاعي كانوا اخد منطقة سلوب من هنا لحد هنا ولكن لو احنا بصينا كده مثلا على شكل السطح بتاعي مبداية اللي بتبقى بتصغير ساعد مشاكل في الحدة دي زي ما انشافين ظهرت حاجة شبه كده حاجات ساعد بتصغير بالشكل ده دي حلولة بسيطة ان انت بتتعدل شوية في السطح او ان انت بتزود شوية سكاشن في ريكونسي زيادة طب افرد انا عايز ازود على القطاع نفسه او على على الاسمه داود بسم الله الرحمن الرحيم عايز ازود على الكوريدور نفسه قطاعات ولكن في اماكن معينة مش بفريكونسي ثابت يعني مسلا اضطلو ايدت فريكونسي هنا انا عايز اكل عشرة متر زي ما كانت مسلا وبقول له اوكي تمام يعني انا عايز ازود بس اقول للبرنامج حطي لي مسلا قطاع زيادة بس عند نقطة الكورنر بتاعت مين بتاعت الجزء دي او اي عايز قطاع عند حتة معينة وده بانتساعد من نعملو مسلا القطاع دا في حتة لو في مسلا بوكس كلفرت معدية مسلا على سبيل المسال بوكس كلفرت ما عنده في الحتة دي. فانا عايز ازود قطاع في الحتة دي بحيث ابقى شايف المناسب التصميمية هنا كام. فده سهل جدا بتضغط على القطاع. حلو كده. وبتقول له اد اسكشن. انا عايز ازود قطاع فيها. او ممكن من خلال اللي هي بتضغط له هنا. موجودة تحت هنا. اللي عاش يسألين موجودة المنطنة موجودة تحت. غربة بتضغط على كلمة دي. حلو كده. هنضغط هنا. واختر له مثلا النقطة. اللي هي النقطة من الكورنر اللي موجود هنا. وبقول له النقطة دي. وبقول له انتر. زي ما انت شايفين قال لي والله القطاع اللي انت ضفته ده على ستيشن خمسة وسبعين بوينت تسعة وستة وتسعين. ومجرد ما بقول له اوكي. زي ما انت شايفين زود لي فين? زود لي خط مباشرة هنا واعدل لي الشكل هنا. حلو? حين ان هنا لسه الشكل ايه? لسه الشكل ما تعدلش. لكن لو انا ضغطت هنا وقلت له برضو. تمام? فين عند النقطة دي كده. وبقول له انتر. مباشرة انا عملها دي. ولو انا دخلت جوة في الفريكونسي. المنتضي هتلاقي ايه? ضفل اتنين. الاول ده اللي انا ضفته من هنا. والتاني اللي انا ضفته مباشرة منين? من على الرسم. ونفس الوقت اعدل لي الشكل بتاع مين? بتاع شكل القطاع بتاعي. لو انا اضغط بقصة حتى في السطح. غالبا دي مش بتتعدل في السطح من هنا. انا اعدل هالي بشكل كويس. الى حد ما شوية. ولكن المناطق دي تتعدل بشكل ايه? مسلسات. لان هي كل ما بنالك دي عبارة عن مسلسات مقلوبة. دي تتعدل بس شكل السطح النهائي بتاعك. ازاي تعدله مسلسة سريعة? بضغط على السطح وبازهر. انا عايز ازهر الخطوط المسلسات. وبتعمل هنا تقول له isolate object. وكلمة isolate object هنا. وبتختار له من السطح بتاعك? وبتقول له enter. كده بيعزن لك بس السطح بتاعك. مجرد ما اضغط shift و mouse wheel اللي هو الزر الاوسط بتاع الماوس. وبعدل من هنا بقول له 3D conceptual او زي ما انتم شايفين ادي المناطق مين? اعدلنا شوية كده اهي. دي هنا المسلسات اللي مش سليمة. فببتدي اضغط على السطح وبقول له ايه? swap edge. وببتدي اعدل والله الخط ده. وخط المثيل اللي هو ده. تمام? والخط مثيل اللي هو ايه اللي هو ده. زي ما انتم شايفين السطح احيانا تزبط معي. نفس الشيء بعد مسلا في النقطة دي. والنقطة دي. والنقطة اللي في الاخر دي. ده كده حاجات في في الاخر خالص بعد ما تخلص ايه? بعد ما تخلص الخط ايه? الخط بتاعك. نفس الشيء مسلا ثلاث نقاط. وده بيرجع لان المنطقة دي مش بتاخده كيفل ما تاخده خط مستقيم. عشان كده طلعت المشكلة دي. خلينا مسلا على سبيل المثالي بعد كده شكل السطح الليه? النهائي بتاعي هيطلع شكله ايه? شكله مزبوط. الحمد لله تمام. بعد ما بتخلص بتقوله انا عايزة سطح الطوب ايه سوري الفيو الطوب بتاعي. ورجعتي تودي ويرفريم وباجي هنا بقوله اند اوبجيكت ايزوليشن. وخلاص مرة واحدة زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفين كده. يتعدى معنا ايه رجعتاني الشكل وبقول له السطح. اشوفه اوبجيكت فيور اعمل ايه? والله السطح ممتاز وزيد فول. تمام. طيب. دي كده من الحالات مين? حالات التارجتس اللي موجودة? اه انا عايز بس اقفل ده. ناشي. حلو. طب في في تارجتس تانية وطبعا في تارجت اللي خاص بالمنسوب بس انا ما عنديش حالة هنا للمنسوب. اه في من ضمن الحاجات برضو عشان تتعرفوها. في حالة لو انا عندي الباركينج دوت زي ما احنا شوف يجيين. الباركينج بتاعي دلوقتي انا كل ما هناك ده انا عملت امتداد لنفس الحارة. فاخد نفس الميل. بدل ما هي كانت خمسة وشر متر بقت عشرين متر ولكن نفس الميل. لو انا عندي الباركينج بميلة عكسي فهتضطر ساعتها ان انت تعمل مين? تعمل حارة اضافية هنا. ففي الحالة دي ممكن من نفس القطاع. او بتاخد كوبي من القطاع دوت. انا سأخد كوبي من القطاع ده اقول له سي او. تمام كده. طبعا انا ما تيجي تاخد القطاع على كوبي ما تاخدوش تعلمش عليه كله وتقول له كوبي لا. بتاخد بس نقطة الاسمبلي تقول له كوبي بتطلع بيها هتلاقي مباشرة جابها ايه? جابها معاك. طول ما انت بتعمل كوبي في نفس الرسم. ماشي كده. ولكن في المرة دي بقى انا هابتدي هعمل مين? هعمل حارة تانية هنا اضافية. فانا هابتدي ما انشأشين دول كده مسلا. وهاخد دي كده. اقول له كوبي. ماشي. وهحطه له فين? هحطه له هنا. تمام? وهعمل دي الميل بتاعها كان اتنين في المية عشان يبقى الميل عكسي. تمام? معارضة اتنين متر. اتنين متر ونص دلوقتي. لان كده انا هعمل لها ايه? هعمل لها تارجت. فانا هعلم على دي وهسمي دي بقى مين? ارتي باركينجلين. تمام كده? نعمل بس على الجنب اليمين هستازنكم عشان يبقى ايه? العملية اسرع. يبقى ارتي باركينجلين. هابتدي اضغط هنا واقول له والله انا عايز اعمل ايه? ريجون بروبرتز. وابتدي اغير من هنا. وقول له والله يبدل ان هي فول سيكشن واحد. لا هسميه فول سيكشن اثنين اللي انا عملته. او ممكن اختاره من على الرسم اللي انا مش عارف اسمه ايه بالزبط. اللي هو ده. تمام كده? وبقول له اوكي اوكي. انتر. تمام? حتى نقل لست الشكلة ما تزبطش معي. كل ما هقول له اقول له. اعدل بتاعتي. زي ما شايفين هو اخد الرايت لين. لا الرايت لين ساعتها انا اقول له مش عايز لها مش عايز لها ميول. انا عايز مين بقى الرايت باركنجلين هي اللي تاخد مين? هي اللي تاخد الميل بتاعي على الخط الاحمر بتاعي. هادي خط الاحمر اللي هو هنا. وبقول له انتر. وبقول له اوكي اوكي. اوكي. او ازب مش طيب. ما فيش مشكلة. اغطي انتر. تمام? احنا مش هاتين اسمه ايه. احنا اخد ده. انا اخده كابي. في المنتقى دي عشان اقرب ان احنا عمل شرطي في الناحية ثانية. ايم yogurt. اتجاب على التقر hmm und اعمل 같은 شرط. oh. من الخن؟ تمام? توشيب لها. ح repeat. ونفس الوقت نبتدي هنا. اقول له عندي اللي هو الخط الخارجي بتاعه مين الخط الخارجي بتاعه ده اقول له اوكي اوكي او انتر تمام نبتدي نشوف كده القطاع بتاعنا لو احنا حبينا نبص على القطاع ماشي هبتدي اعدل هنا شكل الفيو بتاعي ده اخلي اليو والشبكة مش عايزة اشوفها نبدأ ايه او زي ما نشافين انا عندي هنا ادي الطريب بتاعي هنا ناقص اثنين وبعدين هنا تلع بزاد اثنين زي ما نشافين وبعدين ايه الميل الجانبي ولكن زي ما نشافين عندي بقى هنا مشكلة اللي هي ايه انا عملت سطح طوب وسطح بوتوم ادي سطح مين سطح البوتوم زي ما نشافينه كده ايه مجموعة خطوط المفوضة في سطح البوتوم يفضل ماشي مع خط البوتوم هنا ويطلع فوق ويفضل ماشي كده ونفس الشيء سطح الطوب برضو ادي سطح الطوب اللي هو ده سطح الطوب ماشي اوكي ما فيش مشكلة فيه لكن سطح البوتوم في مشكلة المشكلة دي بتيجينا بنعمل حاجة اسمها بس طبعا هو هنا عشان فيه تدخل تدخل خطين هيا نصلحه في حتة تانية يكون افضل طيب انا كده عملت ايه عملت توسعة حلو للقطاع بتاعي لو انا ضغطت على القطاع بتاعي قلت له تمام كده وانا مش عايز تمام يبقى انا هنا عندي المنطقة بتاعت الطريق الرئيسي عدى اخد الميل الاتنين في المية لحد الباركينج والباركينج هياخد ميل العكسي لحد هنا تمام كده والباركينج زي ما ما شايفينه لما ظهر التارجت عشان انا عملت هنا ظهر التارجت معي راح عملي الباركينج ايه بالميل بتاعته زي ما احنا عاوزين ولما انتهى معنا هنا وبعد نكمل الطريق عادي بميل كام اتنين في المية زي ما هو يبقى دي كده فكرة التارجت بشكل عام طبعا هنخش في تفاصيله بقى في الملف التاني ولكن التارجت زي ما احنا شوفنا لو احنا ضغطنا هنا ونرى التارجت عندنا ثلاث انواع تارجت ياما تارجت سطح في حيات لو انا عندي دايلايت عندي تارجت تاني اللي هو التوسعة وتارجت اللي هو اللي ايه تارجت الاسلوم تمام يبقى نرجع على المسال اقوى شوية بقى اللي هو عندنا هنا تمامي بنا عندي هنا انا واخدين ابو ميور الجانبية اللي هو احنا واخدين هو سبلت ريجون وعمل سبلت ريجون وعمل سبلت ريجون طبعا انا منش عمل سبلت ريجون هستغذنكم ان احنا ندمجهم مع بعض تاني نرج ده مع ده كوبي عشان نخليه كل واحد وبرده مرج ده مع ده وابقول له اوكي تمام انا قلل شوية الفريقونسي بتاعتي هنا اقول له ادت التوري فريقونسي تمام عايزه كل كام كل خمسة وعشرين وهنا كل عشرة مثلا وبقول له اوكي عشان خفل معنا شوية الملعب تمام يبقى احنا نشيل برضو الحاجات لا ملهاش لازمة يبقى عندي هنا في البرنامج احنا مردين الحالة دا نشتغل على الحالة دي عشان دي الابسط والاسهل تمام كده نبدأين يبقى عندي هنا الطريق عبارة عن ثلاث حارات حلو وعندي ثلاث حارات تانيين هنا ماشي وبعدين عندي حتة صغيرة كده زي راوان دينج يمين وشمال وبعدين عندي الميول الايه الميول الجانبية وفي نفس الوقت عندي جزيرة وسطية زي ما احنا شايفين الفكرة كلها زي ما احنا عمليه كنا اكلمين مابلي كده ان انا لو انا عندي جزيرة وسطية ونقطة المنسوب بتاعتي مش في السنتر هنا لان عادة الناس ممكن يختلط عليها الامر ان هم يحطوا الكيربستون يحطوا نقطة نقطة اللينك او نقطة السيمبل بتاعتهم بتبقى هنا النقطة اللي فوق دي ومعناها ان منسوب التصميم اللي عندي هيبقى منسوب طب الاسفلت لو انا مختلط ان هو طب الاسفلت هيكون طب الكيربستون وبعدين يبتدي ينزل لتحت بالحالة دي لا احنا بنعمل اللينك اللي انتوا شايفينه ده ده عبارة عن لينك او لينك ويتزاند سلوب عرضه عرض نص الجزيرة مسلا على سبيل المثال وميله زيرو ليه لان هو كل ما هنالك انا مستخدمه فقط اللي انا هعمل ايه لانا هنقل الشغل بتاعي او البروفيل بتاعي من النقطة licence هنا لحده نقطة الاجوا�� بالجزيرة بحيث ان هذه نقطة الاسفلت بتاعت твоi يبتدي تتحول من هنا ماشي ففي الحلقة دي انا هبتدي اهتشوف المسلا. القرودور الا عندي ده هبتدي ماشية عندي دقيبا MR. طارجت هنا عندي زي ما مشاهدين فيه خطه تارجت هنا يمين. وشمال ل regarding خطة تارجت المعناه يمين وشمال أريد أن أخفف قليلا كنترول واحد فيو ايدت فيو ايدت وشايدنج خلاص ده خط تارجت موجود معي وده خط تارجت موجود ثاني وعايز أكتدي أوسع الجزيرة لأن الجزيرة وسطيرة أنا بص هنا أنا عندي هنا جزيرة عرضها كم؟ أنا بص هنا كده بسم الله الرحمن العينين عندي جزيرة عرضها 6 متر حلو كده ولكن الجزيرة دي هاتيكي في منطقة زي اللي هنا دي والمنطقة دي توسع معي من النقطة دي للنقطة دي كده مثلا هتبقى الجزيرة عرضها كم؟ 12 متر حلو؟ فأنا عايز أخلي الطريق رقم واحد يوسع بناء العالمين على التفاصيل دي يبقى أنا كده هتدي له تارجت توسعة ماشي؟ وفي نفس الوقت هو عنده من الميول الجانبية بتاعته يمين وشمال طبعا ده خط خارجي يمين وخط خارجي شمال هو هيوسع معي أنا مش محتاجة الخط الخارجي أنا أعمل تجبس الداخلي مثلا أهو وده أنا عفس الشين واسبوينت واحد وهخدي لونهم أسترزينكم لونهم أبيض مساء ولا حاجة عشانه بيينيه ورحين في الرسم تمام يبقى الخطين اللي هم اللي بالأبيض اللي احنا شايفين هم دول هم دول مين؟ هم دول اللي أنا هشتغل عليهم الشغل بتاعي اللي هم الخطين الأبيض دول وعايز أوسع الجزيرة على أساسه الجزيرة عندي هنا عرضاة كاملة أنا بسطها على اللينك ده وقلت له control 1 هو عرضه متر ولكن أنا مش ههتم بعرضه لأن العرض كده كده هيتغير يوسع ويدي يا بناء على مين على التارجيت اللي أنا هاخترهوله بناء على التارجيت اللي أنا إيه اللي أنا هاخترهوله ففي الحالة دي هبتدي أقول له والله أنا عايز أعدل التارجيت بتاعي وبقول له ادي الكورودور بتاعي وبقول له هماش هيبتدي الأول الكورودور بروفيتس بنختار الأسمبل بتاعي صح ولا لا بقه هو الاسمبل اللي هو السويل مفيش مشكلة يبقى ما اختاره صح اقوله والله انا عايز اعدل التارجت بيقول لي عنه تارجت زي ما شايفين في حاجات كتير قوي يفضل زي ما قلنا ان احنا نسمي كل حاجة فانا هارجع ثاني سريعا على الاسمبل بتاعي هسمي دوت اللينك ده اقول له ايه ميديا او مش ميديا ممكن نقول رتي داش ايلاند هلو كده يبقى اردي ايلاند تمام والتاني اللي هو التى ايلاند يبقى ده التى داش ايلاند يبقى ده انا عرفته انه ده هيبقى عرض الجزيرة من العلمين وده عرض الجزيرة من على ايه من على الشمال تمام وهبتدي ارجع للكوريدور بتاعي اختار للكوريدور واقول له والله اتد تارجيتس هنا فهو عالتلي يزهر معاك ار تي ايلاند والتي ايلاند هبتدي اختاره واقول له سيليكت فرون دروينج تمام وتختار اهم حاجات تختار بس ان تتأكد ان اتجاه الخط بتاعك انا اتجاه بتاعي ماشي من اليسار لليميني وهذا الرايت سايد اللي تحت ده اختار له الخط بتاعي وبقول له هنا اوكي ماشي هو شافه اللي بولي لين رقم واحد وبعدين هنا وطبعا بيدين المسميات بناء على الترتيب اللي انا بختاره واحد واثنين وثلاثة وحكاسة اختار الخط بتاعي اللي هو ده وبقول له اوكي تمام كده ومبدايا اقول له اوكي على هذا الوضع وننتظر عليه لحظات هيبتدي طريق زي ما انتو شوفتو هو وسع شوية طريق متاعي على سبيل المسال هنبتدي مسلا ناخد هنا اخطاع او زي ما انتو شايفين الطريق بتاعي اللي انا بسيت على الجزيرة بتاعتي هنا ادي في الانوتات وطلق الله انا عايز اشوف عرض الجزيرة هنا كام فبختار له النوتة دي وبختار له النوتة دي عندي عرض الجزيرة تلاتة متر رغم من الاسمبلي بتاعي اللي انا رسمه بالفعل رسم هنا كام رسم دي متر واحد بس تمام كده لو انا اخترتها من هنا لحد هنا انا رسمه متر بس ولكن هو احترم التارجت اللي انا ايه اللي انا يقوله في حالة منطقة ما فياش هو مش هيوسع هياخد نفس الرقم اللي موجود فيه اللي موجود هنا طيب دي هده عند الايه عند الستيشن اللي ايه اللي احنا وفينا عندها دي الوقت احنا عايزين حاجة الستيشن تكون في منطقة التوسعة اللي هنا دي عند الستيشن مسلا ستة مية هبتدي ارجع للستيشن اديتور وبختار له من هنا عند الستيشن ستة مية تمام كده اهي نبتدي نشوف عرض الجزيرة بتاعتي هنا كام تأكيدا الموضوع عرض الجزيرة من هنا لحد هنا عرض الجزيرة كام ستة متر يمين وستة شمال يبقى كده ايه وسع بالعرض ايه بالعرض اللي انا انا محتاجه حلو وتأكيدا برضو نشوف المناسب اليمين والشمال مزبوطة معايا ولا لا ابتدي اشوف ادي هنا الطريقة طبعا عشان انا مش محدد له مفروض بقى تحدد له السوبر ولكن لابطينا علي هي اول حرة هنا اخر الحرة عرضها ستونت ABS مية واحد وتلاتين تمانين واثنين واحد وتلاتين واثنين يبقى نقل نفس المنسوب هنا نفس المنسوب ايه نفس المنسوب معي هنا عليس مش عامل له السوبر حاليا بس المعفوظ نعمل له اين ط Orion اه ده كده عملنا على توسيع العرض الجزيرة الوسطية ولكن دلوقتي زي ما هل sore فينا انا عايز اقفل الجزيرة وسطية بحيز يبقى انا عندي من فوق هنا ع捂ي كده من اخر كربستون من فوق ويوصل لجي اخر الكربستون من فوق الناحية التانية بحيس يبقى ايه يعمل لي سطح طوب سليم. طيب ايه اللي انا عامله اسسا في الملف عشان على اساسه نكمل ايه? نكمل الشغلة. لو انا جيت عندي هنا. هنبص انا عامل مين? انا عامل هنا اللي هي كربستون ده. من من بولي لاين. تمام؟ ومزودله سطح طوب اه سوري. كود طوب على التلات اماكن دول وكود بطم على اللي تحت هنا. ونفس الشيء كود the top 3 اللي فوق دول وكود bottom اللي تحت هنا ولو أنا جيت بسط للأسمبي نفسي نقطق الإسمبي اقتلوا أعطلوا أعطلوا أهم شيء بقى هنا هو بيبني مين الأول و strangling هنا بيانا الـ right side الأول وبعدين بيانا مين left side لأنا مسلا عملت right side و رحت أعمل ميرور على هذا الأساس الراجل هيبني right side الأول وبعدين left side حلو جدا طيب حتدي أعمل ايه زي ما قدتم مرة الفادت لو تفتكروا حملنا حملت اسمها market point وعملنا لينك ليه تمام فانا حتدي اعمل اقول له انا عايز اعمل control و3 لان كل ما هنالك انا عايز ايه عايز اوصل ما بين النقطة دي والنقطة دي فحط market point هنا مثلا واقول له مين واقول له اعمل لي لينك ليه فبتادي ده حتدي اقول له على قلمة generic وبقول له market point هيقول لي مسمى بتاعها ايه فحسميه مثلا ايه island edge هنسميه كلمة edge عشان ايه يبقى المسمى بسيط كلمة edge تمام كده وهبتدي اختارها وحطها هنا هنا بقى الفكرة كلها في عملية اختيار النقطة دي في الوقت اختيارها على الكوريدور فين هلا حطها هنا ولا حطها هنا هنا لازم تشوف انت مين اللي تبنى الاول الجنب اليمين ولا الجنب الشمال لان market point بعدين انا حامل لها اللينك اللينك ده هيبص على market point اللي تبنت يعني ايه البرنامج زي ما احنا قلنا بيبني خطوات اول حاجة بيعمل اللينك ده وبعدين بيحط الحرات مسلا واحد اتنين تلاتة وبعدين بيعمل الكربستون ده وبعدين بيعمل مسلا الميول الجانبية وبعدين يبتدين انتقل يعني من نفس الخطوات دي على اليسار عرفت منين لما اضغطت هنا وقلت له لايه عشان نرجع لها معيش تاني هضغط هنا واقول له اسمبليبروبرت Rio geef على قيمة الكنوستركشن هو بنا لي الراجل اللي عملت لك الاول اللينك بتاع الجزيرة وبعدين عملت لك التلات حراتهم الحرة الاولى التانية التالتة وبعدين الكربستون اللي انت عامله على الراية سايد هنا وبعدين الاسلوب اللي في الاخر خالص اللي هو اللينك اللي في الاخر خالص وبعدين الديليت ده كله بنا على اليمين وبعدين هراجع بناهم تاني على مين على الشمال طيب أنا دلوقتي هحط ماركت بوينت هحطها فين هحطها يمين ولا هحطها شمال أهم شيء لما بعمل ماركت بوينت وبعدين بعمل لينك يبص عليها يبقى لازم تكون الماركت بوينت قريدي ترسمت في الرسم فعلى سبيل المثال لو أنا حطتها هنا على الليفت سايد وجيد عملت اللينك هنا على الرايد سايد يبقى كده اللينك هيتبني الأول ومفروض اللينك ده بيتبنى ويبص على النقطة فهو لما تبنى ما شفش النقطة فهيطلع لك كل errors هيتطلع مين هيتطلع errors بتاعتك فلازم ساعتها لا تاخد بلق بنيت مين الأول بنيت اليمين الأول يبقى تحط الماركت بوينت مع اليمين بنيت الشمال يبقى تحط الماركت بوينت مع الشمال يبقى في الحالة دي انا هحطها على اليمين هسميها هنا وهحطها على اليمين ليه لانا هنشوف كده مع عوض اهو لو انا جيت بقى في assembly properties بتاعتي ووسيت هنا الراجل بناهولي وفي الاخر خلص عمل لي الماركت بوينت يبقى الماركت بوينت اتبنت الأول او ظهرت على الرسم الأول وبعدين هبتدي يقول له والله انا عايز اعمل link to market point هو بيقول اللينك بتاعك ده يشتغل top و bottom ولا انت عايزه top بس او bottom بس ففي الحالة دي انا عايزه top و bottom وعايزه يبص على النقطة الاسمها edge اللي هي نفس النقطة بتاعتنا اللي انا اخترتها وحطه فين طبعا زي ما احنا قلنا الشكل اللي موجود قدام منك زي ما ترسفين في خط هنا كده الشكل اللي موجود قدام منك ده ما تتلاقش منه كده كده بيتزبط فين في الكوردور بتاعك او في الكوردور بتاعك تمام ولو انا جيت بس دلوقتي على الترتيب بتاع البناء انا عندي هنا الماركت بوينت تبنت وبعدين الراجل لما هيخلص هيبص من على اللينك link to market point حتى ممكن نسميه بدل ما هو اسمه link to market point نسميه island top top island top تمام كده يبقى عشان ده يبقى الخطة الليه top بتاع ال island تمام انا ابتدي قبل نعمل الكوردور انا ابتدي نستغزمكم وصلي قبل نعمل rebuild انا اختار كده القطاع طبعا دايما انتم بقى انتم على الشمال فتحين حكتين فتحين الكوردور وفتحين الاسطح دايما على الشمال هنا في الحين ادنين عشان لو حصل اي تغير فيهم تبقى انتم شايفهم مباشرة حتى الآن هو الراجل ما بناش زي ما انتم شايفين ما عمل ليش هنا الخط العلوي حل ليه لانا ما عملتش rebuild الكوردور مجرد حامل تليكي مين واقول له rebuild نشوف مع بعض هنا اللي هيحصل التغير منتظر لحظات اهو بنالي خط من الطب اللي موجود هنا لحد الطب اللي موجود هنا ولكن لو انا كنت حطيت الماركت بوينت على الشمال وحطيت اللينك على اليمين كان هيتطلع لي error مباشرة لان هو فكرة كلها ان ال error لما تعمل ما شافش مين ما شافش النقطة اصوري اللينك لما تعمل ما شافش النقطة فهل على هذا الاساس بيطلع لي error طيب دلوقتي الخط ده هل لي لازمة ولا لأ اللي هو الخط اللي وصلني من السنتر لاين لو عرض الجزيرة هل لي لازمة اللي انا شوفه على القطاع ولا لأ في الحالة دي ما لديش لازمة لانه كل ما هنالك هو عمال لي عرض الجزيرة هو وصل لي المنسوب ولكن هو فعليا مش موجود معايا في القطاع القطاع موجود معايا المفروض مين لو القطاع تصميمي زي كده ما فيش خط واصل هنا صحي كده في الحالة دي لا فبعمل ايه بعمل حاجة اسمها المتلينك يعني المتلينك يعني الغهولي منع الرسم كشكلا والغهولي منع القطاعات اللي هنا هدينا شايفين هوله هو الخط الصوف اللي اللي تحت هو نفس الخط ده والخط ده عملت كنترول واحد تماملا واخترناهم حتى بالمسمع اتلاقي ده اسمه اللي هو RT ايلاند وLD ايلاند انا اختار اللي اتنين وبنجي اختيار تحت خالص هنا وبنقول له ايه اومت لينك فبقول له هنا ايه فبنتلغالي منع الرسم وفي نفس الوقت الكرة دور بيقول لي حصل تغيير تعمل كليك يمين وتقول له ريبلد تيدي تشوف هنا هيختفي مباشرة من عندنا منع ايه منع الرسم يبقى كده البرنامج عمل للشكل بتاعي مزبوط وفي نفس الوقت شلي الخط اللي ملهوش ايه ملهوش قيمة حاليا موجود معايا ولكن هو فعليا موجود شايفين النقطة بتاعته هي موجودة ولكن هو مش هيبنهولك في القطاع طيب انا كده عملت القطاعات بتاعتي وتأكدت ان امور تمام لأ حبينا حتى ممكن تضيف الاسلوبات كنترول واحد عشان هنعمله من دوت هنعمله مغير سوبر هنعمله سوبر ريت اوتسايد لين وعندي دول ماشي اصوري لفت اوتسايد لين عشان برضو تبقى الحاجة كلها ايه لفت اوتسايد لين اول واحد واقول له برضو ريبيلد الكوردور نبتدي نشوفها هنا حتى نغير سيكشن ايديتور بسم الله اتمنى نكونوا المستمتعين بالشرح لحد دلوقتي مكنش تقلت عليكم سامحونا بنعمل كليك يمين وبنقول له ريبيلد او زي ما انتم شايفين مباشرة انا راجل عدل يمين عدل الميول بتاعتي وفي نفس الوقت عشان نتأكد نقطة الاسفل هل هي اليمين نفس الشمال انا اخد خط افقي تمام انا اهو حلو زي ما انتم شايفين نقطة اللينك اهو نفس نقطة الاسفلت هنا نفس مين نفس نقطة الاسفلت مين الاسفلت اللي هنا عندي مباشرة والجزيرة جاية مثلا بشكل ايه بشكل افقي معي هنا تمام كده والطريبة اخد اربعة في المية هنا واربعة في المية الناحية التانية تمام يبنا كده تقريب بتاعي زي الفل تمام محتاج بها اعمل ايه محتاج اعمل سطح محتاج اعمل سطح نبتدي نشوف بقى الاسطح في برنامج السيفل في الحالة دي انا حاجي هنا خلينا نفس نفس الاقطاعات باينة معايا كده عشان نبتدي نشوفها انا هاختري الكوردور وهبتدي اقول لنا عايز اعمل كوردور سيرفس تمام اقول لنا عايز اعمل سطح سطح طب خلينا في سطح طب الاول اقول لنا طب تمام وباخد اللينك طب وخلينا من دلوقتي وخلينا برضو من لشان نشرحها بالتفصيل واقول له اوكي وبقول له ريبيلد للكوردور فراجنا وزا ما انتم شايفين البرنامج اخد من النقطة دي وعمل مسلسات زيادة مسلسات دي بر حدود الطريق خالص لان اخر الميل الجانبي اهي الخط اللي دحت ده كده طب ايه الخطوط دي عبارة عن مسلسات زيادة طب ازاي نقول لبرنامج ما تاخدش المسلسات الزيادة دي حاجة وسيطة جدا احنا لما بنعمل السطح بتاع الكوردور ادي الكوردور سيرفس تمام بيجي حاجة هنا اسمها boundaries اللي هي حدود في العادي تضغط هنا وبتيجي اكلتاعم الكليك كينين فعندك كزا نوع عندك حاجة اسمها automatically interactive from polygon او الاشهر الاكثر استخداما اللي هي corridor extend as outer boundary يعني يعني corridor extends اللي هي الانتدادات الكوردور as outer boundary يعني الحدود الخارجية الانتدادات الكوردور هي دي الouter boundary بتاعتك يعني النقطة اللي انت نقطة تنميل الجانبي لما تلقى مع الارض دي كده اخر نقطة للكوردور مزبوط هي دي الحد اللي بتاعك ما تزوج عنه مجرد ما بضغط له بقول له add اللي هي corridor extends as outer boundary يعني حدود خارجية مجرد ما بقول له اوكي بيعمل rebuild ونشوف كده السطح وبشارة السطح بتاعي المسلسات الزيادة تشالت وفي نفس الوقت لانا ضغطت عليه وقلت له objective viewer عن لين هو وقف فين لحد فقط الميور الجانبية طبعا هنا كان فيه عمال لدي ditch نسي ما نحن شايفين هنا كده ولكن هنا حد الميور الجانبية وقف معي ما زودش ايه ما زودش عنها يبقى ده كده اول نوع من انواع الحدود اللي هو يمين الحدود بتاع السطح بتاع مين بتاع الكوريدور نفسه بيجي الكوريدور extends وبيجي بنقول له ايه بناء على باوندر سوري لكن مين بتقول له extends as outer boundary ايه الابشن تالي اللي ممكن نشوفه نيجي نعمل شوية زوم كده ونشوف القطاع بتاعنا عمل ايه زي ما نشافين القطاع بتاعي ماشي حلو زي الفول هنا مع سطح التوب هنا التوب تمام ولكن هنا جا خلف معي هنا ليه خلف معي بقى انا عندي هنا حارة المفروض يمشي مع خط الحارة اللي هو ده ماشي كده هنصغر رس نشوية كده مفروض يمشي مع خط الحارة ولكن هنا مباشرة هو اخر من الحارة وطلع مين طلع على النقطة بتاع تلك كير المدركين الموقف هادي سطح bottom تمام bottom تمام وهو انا عايز data ونفس الشيء ضيفه ل الحدود الخارجية بتاعت الكوريدورك او تربع واندري وبقول وريبلد تمام نشوف كده هادي سطح مين سطح bottom شايفين سطح bottom بحصل له يعني هون في الاول كان ماشي لا برضو مكانش ماشي زي ما شايفين ماشى كده لو الخط الاحمر وبعدين كسر نزل هنا وبعدين فضل ماشي وبعدين طلع تاني فوق وبعدين عمل التغيرات الغريبة اللي هو شايف ده كله راجع لحاجة واحدة اللي هي ان الخطوط في البرنامج الخطوط دي بتبقى شبه رأسية او رأسية ولكن البرنامج نفسه بيقدر بتعامل معها في حالة لو هي كوريدور او في حالة لو هي اسطح عادية بتعامل معها من خلال البرك لينز اما هنا هو بتعامل معها من خلال الحاجة اسمها الوفرهانج كوريكشنز ايه الوفرهانج كوريكشنز دي منين بنضغط على الكوريدور بتاعنا وبني على السطح اثناء عمل السطح اخترتله من هنا اللينكات بتختار الطب وحالة بتختار البوتوم ففي الحالة دي انا هسيب الطب زي ما هو واختار في البوتوم عشان البوتوم هو الاكسر تضررا مثلا عسابيني المسال ومفهود احنا نعملها في الاتنين طبعا مجرد بقول اوكي وبقول ريبلد ونبتدي نشوف القطاع بتاعنا ادي مو بشرط زي ما شافيه خط فين وبعدين مشى بشكل افقي لانا محدد الخط ده عبارة عن بوتوم في الصبق السيملي بتاعي وبعدين طلع رأسي هنا طب يا جماعة انا عندي هنا المنطقة دي هيحسبها ازاي لأ البرنامج ما بيحسبش المنطقة دي يعني ما بيحسبش المنطقة دي نشوف مع بعض كده انا هرس الخط اقول بولي بل تغليبا عملتلو overhang correction ان هو تصلح بالفعل انا عملتلو already overhang correction عشان هو تصلح خلاص طب وبقول اد as recline بقول key rebuild فكده سطح الطب مشي معايا تمام وسطح البوتوم مشي معايا تمام يبقى اهم شي نعمل overhang correction دي عشان نصلح المشاكل اللي بتيجي في مناطق vertical زي طيب ايه هي فكرة بقى ان السطح ما بياخدش كل ال احسى واحد section editor بقول اوكي شكل السطح البوتوم بييجي ازاي في البرنامج نجيب القطعة العجيب بتاعنا ده القطعة ده حلو كده حيث انا عملتل السطح البوتوم هنا البرنامج ستشوف سطح البوتوم بالشكل التالي ادي الخط ده من هنا ويوصل لحد centerline مثلا هنا وبعدين يوصل لحد النقطة دي وبعدين يمشي كده كده مثلا كده كده زي ما نشافين البرنامج هياخد السطح بتاعي بنفس الشكل ده ده سطح البوتوم بتاعي سطح البوتوم بتاعي تمام كده طب لو مفيش الحراء اللي تحت هل ستزين كم عنشين الحراء اللي هنا أنا عندي هيبقى سطح البوتوم مثلا هيبتدي ياخد من النقطة دي وبعدين يوصل للنقطة دي وبعدين يمشي لحد النقطة دي وبعدين المفروض البرنامج يعمل ايه مفروض البرنامج والله يبتدي بقى ايه لانا عندي منطقة دي منطقة منطقة رد حلو فيبتدي يمشي مع الحراء مصبوك المفروض يمشي لي كده يبقى ماشي مع الحراء زي زي مين برنامج الله يهديهم ويهدينا برنامج الارس وورك المفروض يمشي كده ولكن فعلا ما ينفعش كده فالبرنامج برنامج السفن ما بيقبلش المنظر ده برنامج السفن مباشرة يعمل ايه بياخد لغاية اخر نقطة مع معرفة بالنسبة له اللي هي النقطة 2 اللي هي النقطة دي تمام ويبتدي بيتجاهل تماما المناطق دي زي ما بعمل كده cancel زي ما نشايفين cancel النقطة دي remove ومباشرة بيطلع بشكل رأسي هنا كده اهو بيبقى الشكل يعمل كده point zero اثنين مثلا اهو البرنامج بيعمل كده ليه لان فعلا انت اللي ما بعتيك تنفس بتنفس كده وبعدين في redmere نزال من تعاوز ولكن ده تنتم تقول لي احسب قطع فالقطع بيحسب هنا كده والردمير ده بيجي طب المنطقة اللي في النص دي موقفها ايه لا المنطقة دي مش هتتحسب عايز تحسبها حاجة من اثنين ياما يا دوي بعيد عنك ياما sub assembly composer مباشرة عشان كده احنا قلنا في الحالات اللي بيبقى فيها اشكال زي كده بتضطر ان انت تروني لل sub assembly composer غير كده لا بيطلع بشكل رأسي بقى البرنامج مش هيشوف تدخل لان البرنامج بيعملش تكويف في السطح هتخيل لو انت بسلا على سبيل المسال ان هي كان جاية بميل واحدة على سبيل المسال جاية كده فالبرنامج بالنسبة له ده لو انا عملت شفت سطح البوتوم دلوقتي المفروض سطح البوتوم يبقى ايه جاي في تكويف هنا كده لا البرنامج ما بيعملش تكويفات البرنامج بيعملش تكويف فالبرنامج بيجي بشكل شبه الرأسي ايه شبه الرأسي اللي هنا كده اهو بياخد كده ويطلع كده مباشرة ولما بيجي هنا لما هيجي يكمل هنا على سبيل المسال انا هيجي هنا مش همشي بقى لغاية جوة وارجع تاني تكسرات دي يقول لا لا هيجي مسلا على سبيل المسال لحد ما يقارب دي كده وبعدين ينزل هنا رأسي اهو وبعدين يكمل كده ناشي يعني ايه هيمشي بنفس نفس الفكرة وهو رائع ليه لانا لو مش هينفع يخش لحد جوه ويعمل شوية التجوفات دي لانا البرنامج ما بيعملش ايه ما بيعملش تجوفات فسطحة البوتوم النهائية هيتلع لي بنفس من بنفس الشكل اللي احنا شايفينه ده تمام كده ده سطح البوتوم سطحة الطب هيمشي لك مفيش مشكلة مع الحدود الطب بتاعتك بناء العلا مثلا انت twisted وبعدين هيوصل لحد هنا وبعدين هنا وبعدين فرضا هيوصل لهنا طبعا هوا هيمشي بقى مع الطبقات دي لأ هيمشي لك مع خط الجزيرة اللي هيتح شاء في النص ويبتدي يكمل يبقى ده كده سطح مين سطح التوب بتاعتك وده سطح سطح البوتوم بتاعك يبقى دي كده عشان الاسطح في مين في الكوريدور ماشي كده يبقى احنا كده في الكوريدور غطينا مجموعة حاجات لو بصينا عليهم تاني. لو جينا هنا في شاشة البروبرتز بتاعتنا وانه كوريدور بروبرتز عندي هنا في حالة لو الفريكونسيز والتارجتز تمام كده. وفي نفس الوقت غطينا عملية السيرفز اللي هي الاسطح سواء التوب او البوتوم ووضحنا طبعا الوفرهنج كوريكشن دي لتصحيحات بتاعت مين? بتاعت الكوريدور نفسه تمام? دي لذيذة برضو نقول لكم عليها في حالة لو. نحن سوائني كده احنا ما عندناش هنا بس بتاع. اه اسلوب باترنز دي اللي بتالع لنا الباترن بتاعت الاسلوبات. هنا نبص عليها كده. نعدي اسلوب باترنز. حلوب كده. نحن عايزين نختار feature line الاخير اللي هو. الحدوط دي. اه feature line واي feature line. بس يمش عليك في المسال ده. خلينا في المرة اللي هي شكل الخطوط الميلة اللي بتبقى في جناب الطريق يمين وشمال. اجهز لكم مسال سريع ونعمل لكم عليها المرة اللي جاية ان شاء الله. ايه هي بقى الكودز وايه هي feature lines. feature lines دي الخطوط الواصلة ما بين كله نقطة والتانية. يعني ايه? دلوقتي زي ما احنا قلنا ان البرنامج مسلا انا عندي هنا حارة. خلينا حتى في المسال البسيط اللي هنا. تمام كده انا عندي الحارة دي. اه نقطة الايه نبصينا في القطاع بتاعها. النقطة دي اسمها ال ETW اللي هي نهاية الايه? نهاية مثلا الكربستون بتاعي. حلو كده او نهاية شريع للطريق. فهو بيوصل لينك ما بين النقطة دي ومثيلتها على الامتداد الطولي ومثيلتها وهكذا. زي ما بصينا في ال object viewer. استهزنكم. عندي في ال 3d wireframe. اللي هي من الخطوط الواصلة ما بين النقطة كل نقطة ومثيلتها. انا عندي النقطة دي هنا اهي? حلو كده في اختها في القطاع اللي بعده فهو وصل الخط. فالخط ده عبارة عن feature line. وده اللي موجود فين? اللي موجود في القطاع. اهو في feature lines. فبقول لك الله feature line انا عندي حاجة اسمها ال ETW. لانه هو بيوصل ما بين النقطة والنقطة. يبقى دي كده الخطوط. مثلا نقطة كراون في خط اسمه feature line كراون وواصل ما بينهم. وده style بتاعه. حلو كده. لو انش عايز تعمل له connect بتشيلها يبقى ما وصلهوش ببعض. connect هيترسمها هلقة كفين في الرسم. تمام كده? نفس الشيء side walk ال ETW اللي هيكت نقطة ال H الاسفل تليمين. بيوصل ما بينهم كلهم feature line. يبقى دي هنا feature lines بتاعت ايه? بتاعت الشغل بتاعهم. زايت هنا الكودز اللي هي الاكواد بتاعت كل نقطة. طيب الكودز ده زي ما قلنا في حاجة اسمها الكود set style. طبعا ما في فيديو انت لايكت بتوع اخونا يا جيف بارتلز. ربناهي دي يعني. آآ عمل حاجات حلوة جدا عن الكودزت. آآ بحيس يغير الالوان لان بص مثلا على سبيل المسال انا هفتح لكم مشروع تاني انا اشغالها عليه. ده هنا زي ما شايفين الخطوط اللي هي ايه? الخطوط اللي ظهرة معنا دي سعب مع الوقت بتتقل وهنا مسلا ما بتبعيش زي ما احنا شايفين في معاناة اللي احنا نشوف الخطوط بتاعتنا فينه والtargets بتاعتنا فينه وما الى ذلك. لكن لو احنا فتحنا حاجة وسيطة زي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسف. نفتح كده. انا هزا وليك بس كود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نشوف مع بعض. ده كده كردور. حلو كده. بس خطوط الكردور زي ما انتم شايفين انا عاملها ايه? عاملها اللون رصاصي خفيف كده ومش ما باقيين خطوط كتيرة وبتاع بحيس بقى انا بقى شايف سهل جدا لانا اشوف التارجد بتاعي فين. اشوف الحدود بتاعتي فين وما الى ذلك. تمام? فدي الالوان دي ممكن انتم تتغيروها. من اين باب تتغير? ايه دي الكود بتاعك. في حاجة اسمها هنا. تمام? وبتيجي على هواة هنا ما اختاروا الاول كود. سعيدة لو انتم تختلف طلب من هنا. بتبتدي اتعدى بقى الاكواد كل حاجة لونها ايه? عايز تظهر ايه? ما تظهرش ايه? وما الى ذلك. يعني دي الاستيلات بتاعيتها والالوان بتاعيتها وما الى ذلك. طبعا كانت شرحت الناس كتير شرعوها. بس عشان ما ناخرش احنا في وقت. ولكن ممكن تعمل حاجة سهلة وبسيطة زي كده بحيس انت ما تبينش. او ممكن تعملها بالالوان. بحيس مسلا منطقة دي لو اسفلت. هياخد لون الاسفلت. كربستون ياخد لون الكربستون وهكذا. تمام? ده مسلا على س كده طريقة عندي. اه زي كده مسلا. ادي كرودون انا مجمع مجموعة الطرق مع بعض. يعني مسلا الطريق زي ده كده. زي ما انت شايفين الطريق ده. انا مجمع معها الطريق مسلا العليمين هنا والطريق العليمين هنا. او نفس الشيء حاجة زي كده اهو. انا مجمع عليه. مجمع عليه كزا طريق. ولو دخلت وبسيت على بتاعته. هنلاقي البرامتر زي ما شايفين كده. اهو. كام. كام عندي كام. عندي كتير قوي. يعني طبع كل واحدة من دول بيبقى ليها. هوريز خط بتاعها. وليها بتاعها. وتحت منها الريجونز بتاعيت. يعني وفتحت اعتلاقي مسلا الريجونز كتير زي ما انت شايفين كده. كل واحد بريجونز تانية كتير وما الى ذلك. تمام? وعلى طول بيعملوا ايه مع بعضين. ولو انا شفتهم حتى مع بعض كده. اقولت له. تمام? ولو جيت اهو. ده كده شكلهم مع بعض. مسلا. اقولت له كونسيبشول. اهو. ده كده ايه? شكل الكوردور زي ما انت شايفين دي كده خطوط القطاعات بتاعتي. تمام كده? هدي كده كون لخطوط القطاعات بتاعتي. زائد. عندي ده وانا بسيت على السطح بتاعهم. هدي سطح الانداروذي الربعة تقريبا. سيليكت. 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 متزبطه ولكن الفكرة ان هي مشارة مفوضة متزبطه والله اه مش متزبط اه مش متزبط انا متزبط في حتا تاني فيش مشكلة ولكن قصدي نواة سطح التوبة في الاخر هيتلعلك مين هيتلعلك كل الشغل بتاعك كله ايه كله مرة واحدة مثلا مفوض هنا طبعا فيه مناطق فرغة في النص وفيه مناطق هنا هتتشالها عشان همش عاملو في عشان طالعلي بايه طالعلي بالشكل ده تمام ولكن هو الفكرة كلها ان دي ممكن تتغير وممكن يتعدل الوانها بحيس تريح العين اثناء الشغل وفي نفس الوقت تبقى ايه اخف كتير معاك اثناء اثناء الشغل اه دي اللي هي خاصة مين لو راجعنا هنا تاني معلش دعبنا هنا وقعنا له اللي هي خاصة مين بالكود حلو كده بتعدلها من هنا وبنتقد التغير معاك وهنا بتقول له الكودز اه في حاجة اخيرة بس فحالة لو انا دلوقتي عملت اه مسلا انا دلوقتي ده اللي انا عملته حلو انا عملت له طب وطب 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 ما فيش مشكلة طب انا عايز استخرج نقطة معينة على سبيل المسال انا عايز استخرج النقطة دي عشان ابتدي اوقعها في الموقع بسلا حلو لو انا اخترتها ووضت له كود يبقى لازم النقطة دي عشان استخرجها لازم يكون لها كود. لازم يكون لقى كود. هسميها مثلا كود اتش واحد. حلو كده اتش واحد وهختار له النقطة دي. ماشي? وفي النقطة المماثلة لها هنا التانية دي. عشان نعمل ده الواحد وده الواحد. هسميها برضو اتش واحد. او اخد اتش اتنين. اي كي ممكن تسميه بنفس الاسم او مسميه تاني مفيش مشكلة. وتضغط هنا. تمام? طيب. لو انا جيت دلوقتي. وجيت وبطلو في الكودز بتاعتي. حلو كده في الـ point. ندور هنا مش عن لايه ولا اتش واحد ولا اتش واحد ولا اتش اتنين. ليه لانهما البرنامج ما شفهمش. كل ما هنا اللي بتيت تقول له edit. تقول له import code. تمام كده? لازم تقول له import code عشان البرنامج يقدر يشوفه. وبتختار له الاسمبل اللي انت غيرت فيه. اللي انت غيرت فيه في الحالة دي اللي ان اختارتي هنا فهيغير الاسمبل ده وبقول له اوكي. هبشوف لي كل الاكواد او كل النقط الجديدة مجرد نقطيره هنا اوكي. نبتدي نشوف في الـ points هنا عن لايه ظاف لي اهل 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 اضف لي الـ h1 و الـ h2 تمام. سوف دفع الـ code الاسمه basic المفروض ايبقى apply rebuild عشان ينزار معي هنا. النقطة دي تبنت معي في القطاع لو انا ضغطت هنا تاني وتلود ديني الكودز بتاعتي تظهر معي في الكودز هنا اهي تظهرت معي H1 و H2 ومعنى ان هي تظهر معي هنا يبقى انا ممكن ابتدي استخرجها كاستخراج لحد هنا احنا وصلنا في الكوريدور يعني شرحنا تفاصيل الكوريدور بشكل عام هو كان فيه مفوض فيديو كنت عملته قبل كده اسمه اكتر تلات مشاكل بتقابلنا في الكوريدور دي عن خلية المرة الجاية واستخراج بيانات الكوريدور عن خلية المرة الجاية قبل ما نخش على القطاعات المرة الجاية احنا في المحاضرة السبعة احنا في المحاضرة السبعة فالمحاضرة السبعة دي ان شاء الله فيه تلات محاضرات تانيين محاضرة الجاية نخش على القطاعات والكميات ونبتدي شوية في وبعد كده نخش على في المحاضرة اللي هي التسعة في نكمل مع والمحاضرة العشرة اكون عن الانتحان. آآ اللي عنده اسئلة انا متاح بالنسبة لكم. تفضلوا هجوم. شو كون جزيلا بشو كونتس شليم. نعفو بي. الله يحفظك لو حد عنده اوي سؤال يا ريت يا من ريز هند. بشو كونتس احمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. مزيك يا هندس. الحمد للبي. علي ستوك شوية. مزيك الله خير انا يا هندس. مالش استرسار بسيط. بالنسبة للتعديل على الكوريدور. يعني انا مسلا لو عاوز اعدل الكوريدور في الستيشن زيرو لان ما حيربط مسلا على طريق رئيسي مائي الميل طولي مسلا بنسبة كبيرة خمسة ستة في المائة ايه. فانا عاوز اغير الستيشن درس لوحده. لكن الكوريدور خلاص بالنسبة لي الطريق كله مصبوط. او عاوز اغير الستيشن او اتنين في النص. وهل ده لي علاقة بالرهاب يعني الرهاب هو اللي يحل الكصة دي. لا بص الرهاب ده رهاب ده موقع. بس انت اصدق تغير ايه? تغير مناسيب يعني? اي. لا بص هو المناسيب هترتبط بالبروفايل. انت لازم هتغير البروفايل عشان يغير لك مناسيب. يعني ما ينفعش ان انا اغير انا اما هو تمام. او انت دلوقتي كبروفايل بشكل عام سواء هو في السنتر لاين او في الاتجاز زي ما احنا عاملين كده دلوقتي. هو في جميع الحالات الكوريدور بياخد منسوبه من السنتر لاين. ممكن ساعتها انت بتعمل ايه? لو عندك منطقة واحدة بس عايز كله يمشي مع السنتر لاين او مناسيب البروفايل فيما على منطقة واحدة. ممكن تعمل هنا وتلغي الريجون ده. وتعمله كالكوريدور بيز لاين تاني مع فيتشار لاين مثلا. او الاسهل ان انت تتعدل في البروفايل. واخد بالك. دي حاجة. اما الريهاب. الريهاب ده مخصوص في عملية الكاشت. لو انت بتعمل كاشت للأسفلت. وعايز تعدل. يعني انت عندك اسفلت قائم ورفعته. فالبرنامج بتديره البروفايلات بتاعت الطريق نفسه. وتديره الميل اللي موجود. وتتقول له ده السطح اللي موجود بتاع مين بتاع الاسفلت اللي موجود. فهو بيحاول يزبط الميول الجانبية بحيث تماثل الى حدا ما الميول اللي موجودة في الطبيعة. ويعمل لك كوريدور تاني في سمكات للكاشت نفسه. وللاسفلت اللي هيجي بعد كده. فالريهاب ده خاص بعملية الكاشت. واخبالك. طب يا انت سياريت الريهاب بعد اذنك. لان انا عندي الريهاب في الدائرة الرابع في تماثل. لانك فيديوهين تلاتة ديوم. لانا صراحة انا ما اشتغلتوش بس اتفرجت على الفيديوهات. بس مش انجليش بقى ناندس. لا انجليش والله. اه. بتاعدي المشكلة بالزبط بالنسبالي في الدائرة الرابع اللي في مكة اللي عندنا هنا ان في حوالي اثنين كيلو بايزين. ومش هينفع ان احنا نزير نعمل ازالة للقشت والاسفلت. مش هنعمل ازالة للاسفلت. هيبقى قشت. وهيتعدل بالقشت وسمكات الاسفلت. هنا هياخد سبعة. هنا هياخد عشرة. هنا هياخد خمسة. هنا هنقشت تلاتة. هنا هنقشت خمسة. فطبعا الموضوع يعني مش هينفع ان احنا نصمم. لان الطريق كله كمان ميل مرة واحد ونص مرة اتنين. مرة مقلوب. يعني بالزبط كده. اعتقد ان الرهاب هو اللي هيحل الكصة دي يعني. بص اما هو الرهاب اه هيجيب لك. اما هو الرهاب باسألك يقول لك انت عندك مثلا هتعمل الميل الاساسي كيان. هتقول له واحد ونص يقول لك. لتب التغيير بتاعي كيان ممكن اخليه اتنين واخبالك. يعني هو لك هقيرو لك من واحد ونص الاتنين ماشي اوكي. يقول لك اتقول له اوكي خلاص. يبقى مرة هيبقى واحد. مرة واحد ونص ومرة اتنين بناءا على الشكل الطبيعة الموجود. تب بص انا هبعدلك العاية. بص اه اسمه الان جيلبيرت. الان جيلبيرت. ااااااااااا اتتباعك. بس يعني اي اه احاضر كبعدت اللينك فاش مشكل بس يعني لو. اه اه وعجب. تبقى تفتحهم مرة حتى لو مش هلن. الان جيلبيرت. اعطاكي انه يتبع الي اي احاضر. بص هو الان جيلبيرت 7D لو انت دغطت عليه كده. ماشي كده هتلاقي فيه هو خاص اهو. اه دي الريهاب كوريدور كده شرح فيه فيديوين 3 3 فيديوهات اوه اخر حاجة الريهاب كوريدور اولا انا كتبت اعلا انجيل برت نفس المسابهة اللي ازهر قدام لك يزهر معاك وراجل عامل 3 اربعة فيديوهات حلوين خاصين بالريهاب والله انا فتت صدقاني والله النفسي افضل لشان عمل حاجات كتير يعني انا ده انجاز اللي انا بعض من معك ودورة دي والله انا بقيت طريقا سنة ما شرحتش حاجة فسمحونا عن طرح والله يعينك بس احنا والله يكفي ان احنا بنسمع صوتك بايما الله يبريكلك يا رب تسلم حبيب انا تسلم الاول ها مين بعدين السلام عليكم حاج محمد تسلم عن دسع المحاضرة القيمة دية تسلم ربنا يا ايزاك يا رب عندي سؤالين يا بشر لو سمحت فضل استقال الاول بعد اذنك بس لو تفتح اللوحة بتاعة الاسيمبلي اللي فيها الكروس تيكشن اللي حضرتك شرحته المرة اللي فاتت المرة اللي فاتت ايوه ده اللي هو الكبير ده ايوه بس ده هنا انا شلت مش تعملها فتحلت البيان اللي جنبه هندسة الكروس تيكشن ايوه ده اه ده هندسة لو انا محتاج ادخل الداتا للإرس وورك ستيشن ووفست وإليفاشن وعايزة ادخل نعاط نعاط الارض الطبيعية فانا مسلا هاخد نقطة في السنطر ونقطة عند حد الاسفلت اليمين ونقطة عند لا 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 بس هتب كم ارض طبيعية ارض طبيعية اه دخل له اي حاجة اللي متاع بالنسبة لك ايه الارض طبيعية الارض وورك اي حاجة انت متاع بالنسبة لك ملهاش دعوة بالتصميم بتاعك هيبقى شكله ايه هو اصلا طريق قائم هو هيتعمله رفع منسوب بس 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 ده تلع تطلع من عندك على سبيل المسال انت بترفع ايا كانت بترفع بترفع هو ما بترفعش على استيشنات ارفع اللي ترفعه في الاخر خالص انت بتدخل الارض وورك ما هو ده مشكلته انت بتدخله اللي انت عايزه انت والله عايز تديله على اول الاسفلت براحتك عايز تديله في نص الاسفلت براحتك اتصاب تيو بياخد منك الاخر بياخد منك وليفل فالافست انت بتحددله زي ما انت عايز انت بقى حابة تددله عند متغيرات معينة طلعها وادهاله واخد بلك انا يعرف اللي ان عندي عالجزيرة على بعد سبعة متر فيه متغير يبقى هتديله عند السنتر وديله عن سبعة متر وديله عن بس عشرة متر وعشرين متر وتلاتين متر وهكذا امازمك خالص ولا ممكن عند السنتر واول الاسفلت في الشمال واولك زي ما انت عاوز ادهاله. انت عندك تغيرات. اه هل انت عندك تغير في الجزيرة نفسها فيه تغير خده. مفيش تغير خلاص. اه يعني مش لازم اكسف نقاط الارض الطبيعية اوي. لا. يعني. زي ما انت عاوز. هو في الاخر هيوصل ما بينهم بخطوط. طب انت لما جيب الليفل انا عملت مسلا جيبت النقاط جيت لي مش جيب اس فانا عملت سطحه وبعدين عملت مسلا في في نقاط معينة مسلا. اه قلت له حط له نقطة على السيرفس وهاتلي الاليفيشن فروم سيرفس. واخدته على الاكسل. بقى عندي ستيشن اوفيت الاليفيشن. تمام كده? حلو. تماما دس. طيب بالنسبة للسؤال التاني اه انا عندي طريق اه طريق اه رئيسي وطريق فرعي نزل عليه. الاتنين اه قائمين. فهو عشان انزل من الطريق الفرعي على الطريق الرئيسي عايز اعمل رامب. رامب ينزل عليه. بس الرامب مسلا ممكن في حدود ميت متر. فهو عندسه النظام ايه الرامب يعني الالايمنت مسلا بيتحط فين. اول حاجة بس قبل ما تبتدي تقول الالايمنت بتحط فين اعمل بلان عادي كد. الرابط ما بين هنا وبين هنا. يعني هو شكل شكل الطريق هيبقى شكله ايه? يعني مسلا فرضا انت عندك تقاطع حرف تي مسلا على سبيل المسال. ايه هو حرف تي ونزل بقى من الفرعي على ايه? على الرئيس. حلو مسلا فرضا يعني فهو هيبقى حرف تيزة عامل كده. مسلا سينزل بالشكل ده على مسلا هينزل ويبقى كيرفوه عامل كده مسلا على السبيل المسال يعني غير ينزل عامل مسلا كده. واخد بالك. أمان. حلو? فانت بتشوف بتعمل بقى بتعمل اول البلاين بتاعك. بتعمل البلاين بتاعك بتعمل حسابك بقى هيبقى فيه حرف تصارع ولا لأ. فيه مثلا هيبقى فيه كرفات ومش عارف ايه. بتعمل البلاين بتشوف الخط الامثل. وهو غالبا بيبقى الخط المين? الخط الاسفلت بتاعك الخارجي اللي هنا ده. هو ده هيبقى مين? هيبقى السنتر لاين بتاع الرامب بتاعك. حلو? بحيس ما احطش الداخلي. والله يتسابطيو بصير الخارجي يفضل لان الخارجي هو ده اللي هيفضل مكمل معاك. اه تمام. حلو او ممكن تعمل الداخلي يوصل معك لحد هنا. تمام? وفي منطقة الحارة التصارع اللي بتعمل الحارة. يبقى الحارة دي اخب بالك بس منها لان هي الفجرة كلها ان ساعتها الكرودور بتاع لان لو انت عملت على الداخلي الكرودور بتاعك هيوفل حد هنا بس. مش هيكمل معك. لكن لو عملت على الخارجي الكرودور هيكمل معك لحد الاخر. تمام. طب والخط الهندسة يعني مسلا هو اه في فوق كده بيربط على الطريق الفرعي وتحت بيربط على الطريق الرئيسي. اللي هو مثلا. وبعد كده بعمل له البروفايل العادي للاللايم انت في المنطقة دي. خلاص انت بص انت عندك هنا طول ما انت ماشي هنا البروفايل بتاعك مفيش اي مشكلة ولكن انت لما بتيجي تقرب من هنا من الاسفلت. انت عندك مسلا لسه الميل بتاعك انت في الاتجاه ده. اللي هي مسلا. في الاتجاه ده. كنترول سوري. اه تلاتة. انت عندك في الاتجاه ده الميل. حلو. بعد كده ميل الطريق انت هتحترف من ميل يعني مثلا هنا انت كنت جايب مثلا بميل عشان جايب من كيرب جايب ميل مثلا 3% وفي حيني انت الطريق واحد ونص ففي ما عندك منطقة تغير لحد ما تربط انت على حد الاسفلت اللي هو مثلا على سبيل المثال كده مثلا اخذ بالك ماشي? يبقى انت عتمشي هنا ب3 ولكن لازم بتعمل حسابك اللي انت في المنطقة دي بتاخد مثلا اج الاسفلت الموجود وتاخده كبير مثلا افصد مثلا 10 متر مثلا على سبيل المثال او افصد 50 متر مثلا يعني 50 متر بنسبة الميل بتاعتك اللي هو بتاعته اللي هي واحد في المية وتعمل دول سطح وتضيفه معاك فين في البروفايل بحيث تزبط نفسك البروفايل بتاعك يبقى ماشي هنا مظبوط بحيث ان الميل بتاعك اللي واحد ونص يتحقق معاك هنا مفيش مشكلة واخد دولك ولما تيجي تعمل تارجت انت هنا ما عندكش تارجت عندك هنا بس تارجت توسعة وتارجت ليفل على الخط ده يبقى الآن الخط ده لازم يكون معاك سري دي بولي لاين اللي هو اج الاسفلت اللي موجود ليه هنا هياخد منسوبه من الطريق التصميمي وهنا هياخد منسوبه من طريق الابط عليه ميله هنا واحد ونص وهيرجع يزبط نفسه مسلا هنا ميله تلاتة مسلا وهنا ميله واحد ونص واحد ونص ويزبط معاك ما فيش مشكلة بس عاية هيفاضل ان الخط يتعامل لبره مش لجوه تمام والاسيمبلي هندسة هيبقى مثلا اسيمبلي والاصاب اسيمبلي في في الناحية اللي هي ايه الشمال مسلا طرف واحد طرف واحد اه طرف واحد كأنك بتعمل تقاطع عادي تمام في حاجة معينة بتشوه الحيطة بتاعت التقاطعات دي هندسة او في الرمبات بتتقاطع في تقاطع اللي انا عملتوا بس انا قبل كده ونفس الفكرة بس بس انا كنت تعمل تقاطع صغير حرفتي صغير انت عتطوله شويه اما الرمبات وما لذلك تقول على عبد الرحمن البائز ومحمد بوري تمام تمام الثاني مين معانتين مين معانتين يا شبك مرحبي السلامм مرحبي مرحبي من كانت صupa ا сталоramos talks الحقيقي المساعدة 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 حسنا انا كثيرا دعون الوظيف 2022 حق ما انا بس عايز اعرف الفكرة بتاعته يعني ايه الفكرة منه? انا يعني ايه اللي استفادة منه? هل مسلا موضوع ان انا اقام اللينك. واللينك دي اتبقى هي المعمول لللينك دي. لأ تاني بس انت عاصلك على مركت بوين دي صح كده? الماركت بوين اه الفكرة دلوقتي لو الماركت بوين دي مش موجودة على سبب المنسان احنا نلغيها دلوقتي من القطاع بتاعت. حل? اقول له delete. ماشي. وهعمل rebuild للكردور بتاعي. rebuild للكردور. تمام? وعن استاذينا نبص كده بص صريح على القطاع هيبقى عامل ازاي? ده انا اخترت هنا زي ما انشايف القطاع قريدي مفيش حاجة في النص. يعني خط الاسمبل اهو. خط القطاع هو قفن. هو قفن. اللي انا اتغطى عليه قلت له قريدي كشكل قطاع. تمام? هو هنا موصل سطح طب مع سطح طب. موصل ما بين هنا وما بين هنا. ولكن لو الاسطح دي مش موجودة على سبيل المسال انا السطح ده هقفله. اوكي هيتقفل معك. لا مش هيتقفل معنا. مش هنقول له دي او بسم الله الرحمن الرحيم. اللي اصباح دي مش عايزين. اهي. هيبقى القطاع بتاعكش تطلع بالشكل ده. الجزيرة مفتوحة من فوق مش مقفولة. يا دولتي. حتى لو انت طلعت القطاعات دي عايزة تطبعها تديلس شريعيا كان. فكده ما عندك شكل اواصل انت ما بين هنا وما بين هنا. قطاع مفوش بتاع. مفوش طب. واخد بالك فاحنا بنعملها بحيث يبقى يقفل لك المنطقة من هنا الهنا. او لو انت بتعملها استخدام معين زي ما احنا عملناها المرة اللي فاتت لان احنا عايزين نقفل ميل جانيبي مع حارة فقفلناها اللي هو اللي هو سوريد ماركت بوينت مع لينك. ولكن انا عملته هنا ليه? عشان اقفل الشكل ما بين النوطة دي وما بين النوطة دي. واخد بالك وهو في جميع الحالات كسطح? لأ هو السطح الراجل لما انا قلت له طب هو بيعمل ايه? بيشوف نقطة الطب اللي هنا حلو? ويشوف اقرب نقطة الطب بعدين فين هنا? اه خلاص لا هو وصل عليه. ما كانش محتاجه هو عشان يعمل الطب. ولكن احنا عملنا عشان يقفل الشكل بتاعك يبقى الشكل مزبوط. طب الحال يا هندسة لو عملت مسلا اللينك اللي هو اللينك اللي هو ده. اه. ووصلته. وعملت في موضوع اللي انا مسلا اطارجت بروفايل وعملو في الاخر قمت عشان برضو يدي اول نقطة في اله. يدي اول نقطة المنسوب بتاع البروفايل. يغني عن الموضوع ده ولا ما يغني? لا. لان هي اللينك ساعيتها اللينك اوفيس ده هياخد لك في كمب واحد مش طرفين. تمام. هيبطرف واحد مش طرفين. يعني مثلا انت عملت له هنا. هتقول له التارجت بتاعك ما في كمع الحالات لو انت لو الجزيرة بتصدوه لينك اه 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 احتي تدي له عرض مثلا تلاتة متر. طب الجزيرة بتوسع هيبقى ستة متر. خلاص انا ممكن ادي له مين? هتدي له تارجت. فساعية هتعمل له تارجت على اليمين وتارجت على الشمال عشان يبتدي يروح. اه بالضبط. حتى لو الجزيرة فكرة لو الجزيرة على اليمين غير على الشمال انت كده بتتوه نفسك اكتر. ولكن الماركت بوينت مهما هتروح هرمسيجك. لو رحت على بعد خمسة متر وابعت عشوين متر انت كده كده رايح على حين معيك. واخد بالك. كده لحملك يمين مع الشمال على طول. جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. بس بس برضو تعليق على الباشنون نتكلم في الاول على موضوع الاسفلت اللي بسماكات مختلفة. اه. هو كأش. هو برضو اي حاجة بتقابلنا بس شغل المطارات احنا كان بيتعمل تصميم للطريق. طبعا. بس كنا بنقشه بوا يارات. وصلا يا لسه 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 عمل تصميم بين كم يوم برضو كده في مطار هنا. ونفس الفكرة اللي عملت له طبعا بروفايجي. يعني رفعنا الاسفلت اللي معزوه وعملت. عملت جريدينج بلان وعملت سلوب بلان بحيث اعرف الاسلوبات ماشية عاملة ازاي. وبس برضو يعني عملية ده كده اللي هو ايه بطريقة لا ده. ولكن لو انت عندك طريق طويل وديني بتفرق. لا بتعمل فرق جميل. يعني حتى المرة الجاية بقى واجبلك الصورة كده. شكل الاسلوب بلان اللي انا عملتها يعني. اللي ايه كان تاكسي واي حاجة زي كده يعني. فنفس الشيء اللي عملتها بعملتها صراحة بالرهاب كوريدور ولكن عملتها بالبتاع ده. باللي هو تاني. يا سنعك انا عندي ميول مختلفة فرقا. في نفس الطريق ميول مختلفة مرتين. يعني نص واخد ميل ونص تاني تكملت واخد ميل تاني. فعشان كده اطريقت انا عامله كده. اما الرهاب لا. لو انت عندك طريق واحد ومكمل بيدي لك فرق اسلوبات. بتدي له اسلوب والله ابتدي من واحد في المية لغاية اثنين في المية وهو بيزبط نفسه. يعني شبهي مش شبهي يعني تبقى ترقيع للطريق نفسه. تصليح باقل 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 ما تريع الممكن. بزبط كده. اه انا انا نفسي عملت برؤية. خدت الرافع للتصميم اللي موجود. اصلي رفع للطبيعي اللي موجود. وعملت تصميم شبهي لموجود فرق مثلا بتاع سانتي او نص سانتي او حاجة. هو ده متعارف عليه. عشان كده انا مسأل يعني الكوريدور ده كان بيعمل ايه فا اول مرة اصرح اسمع المصطلح ده دلوقت. اه لا هو ريهاب كوريدور. عتلايا هنا كده اللي هو الكوريدور عتلايا حاجة اسمع ريهاب كوريدور. نبص عدد نشي. جزاك انا كل كده يا ربنا اجتناك ماش منك ابدا يا ربنا اديك السرحة بارك فاهمت. شكرا. 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 اه معيش زريعا في واحد اللي هو مصطفى كامل بيقول على حساب التشوينات عايزة كعابة عن طريق البرنامج. هتلاقي درس رقم 18 في حساب كميات الحفر والردم. شرح ازاي تحساب كميات التشوينات. وورده ممكن اشرحها في الكميات المرة الجاية ولكن انت عايزة سريعا. هتلاقيها حساب كميات الحفر والردم مع الدورة عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم درس رقم 18. اهو. حساب كميات التشوينات. ان شاء الله ده هيفيدك يا اخ مصطفى. ايه. كميات تشوينات زي كده مسلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اه. تشوينات زي لدينا مشروع درس رقم 18 فدورت حسابك المئات الحفر والرد طيب مين معنا تاني حد معنا عبد الرحيم تاريما السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لا سمحت مدير يعني ان شاء الله لو الجزيرة الوساطية دي هتضم زي الشكل اللي انا باعت الصورة العام دلوقتي هتضم مثلا لانها اللي تصل لجزيره يعني زي اللي بيكون انترلوك في نص الدريق وكده يعني سوايني كده ماشي نشوف الجزيرة بس انا زي اللي بتاعنا انت بعد تادي صورة دسكتوب لحظة واحدة دسكتوب صورة صورة كده نفتحها للناس طيب هتضم ايه معليش الجزيرة الوساطية زي ما حضرتك شايف كده انها هتضم في حتة هتبقى صفر يعني اه تمام بس الحتة اللي فيها صفر دي كان فيه اختلاف ما بين اخوك محمد عليها ليه بقى يا سيدي دلوقتي الميول الجانبية دلوقتي لو احنا قلنا ان العرض الجزيرة مثلا ثلاثة متر يمين وثلاثة متر اشمال واحنا قلنا ان احنا نقلنا المنسوب من السنتر لحد الاتج بحيث ان حد الاسفلت هنا هو دي نقطة البروفايل بتاعتي مظبوط الطريق لو جي لم في المنطقة دي كل ما هنالك انت عندك هنا ده ترجي تعمل ترجي الجزيرة بتاعتك لحد الريجون هنا ولكن المشكلة بقى كلها ان نقطة البروفايل بتاعتك بتتغير من هنا بتتحول تبقى فين تحول تبقى هنا معنى زلك ان عرض الطريق اللي تحت هنا هتلاقي ان المنسوب في المنطقة دي ما بقىش زي المنسوب في المنطقة دي وهنا بيحصل لك الغلط وهو يفضل اللي انت عندك هنا بتعمل الطريق زي ما انت هو بتاخد نفس العرض اللي موجود هنا الستاندر مثلا اللي هو العرض الثلاثة متر وبتكمل به لحد الثلاثة متر اللي بيقابلها الناحية التانية والمنطقة دي بتاخدها حارة تانية داخلية اللي هي تبروز ميديون اه حتى محمد اخوك شراحها دي تاريبا حمد عبد العظيم هتلاقي شراحة جزئية دي هتعملها تبروز ميديون يعني مش الحارة دي هي اللي هتقل يعني مش الجزيرة هنا اللي هتقل انا حاولي اه حتى عاملوه مطابر المستاندر مرة الجاي تبروز ميديون تبروز ميديون عشان الحارة تروح معاك في الاتجاه العكسي اخبارك الحارة تروح معاك في الاتجاه العكسي حتى لو عادة السنتر لين ساعتها مش هتبقى فيه مشكلة حتى لو الحرة بتاعتك عادة بتاعتك ما فيش مشكلة. ليه? لان هو هياخد الحرة يبتدي من هنا. يبقى نقطة بي جيل لتحافز عليها نفس نفس المكان هنا كده. تمام? عشان محصلش دروب مرة واحدة. لان احيانا بتبقى الجزيرة زي ما انت شايف ماشية هنا كده ومرة واحدة تبقى زي هنا. طبعا المنطقة دي تلاتة متر في واحد سنتي ونص تدي لك كم? اربعة سنتي ونص هيجوا معانك دروب هنا كده اربعة سنتي ونص. مرة. ما هي طرق اللي بتجابلنا على طول بتكون معانا. اه فهي. 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 المنطقة دي. اه جزيرة المنطقة دي احنا بنكمل زي ما احنا كده على التلاتة متر. ماشي على عرض السابت. والمنطقة دي بناخدها زي ما بنسميه الحرعك سيئة حرعك سيئة تروح الناحية التانية هنا كذا شكرا بشمال انا هتفرر ان شاء الله على الفيديو بشمالة محمد عطلية عند محمد ان شاء الله عطلية عند محمد بإذن الله تسلم بشي تسلم كان في سؤال من مهندسة حيام ايوان لو عندنا منطقة ربط بين الكالفرت والقناة بيتعملها كالفرت وقناة ده في الشبكات ولا هنا مش عارف هو بص يا عطية مناطق ربط المشكلة في حالة لو عندنا احنا قطاعين مختلفين في القطاعات دي لان الكالفرت والقناة ممكن يتعمل لها حاجة اسيمبلي بس هي الفكرة ان السبع اسيمبلي كاتبة شبكات اه شبكات هو الشبكات هحاول اشوف بس هو غالبا مفيش لان الشبكات بتبقى ملتزمة الى حد ما بالكتالوج الموجود في البرنامج او الكتالوج اللي بتستدعي من برا كتالوج القطع نفسها سواء قناة او كالفرت او ما الى ذلك الربط ما بينهم ده بيحتاج حاجات سبيشل بالصابة اسيمبلي كومبوزر ما بيتعملش عبالعادي بتعمل بالصابة اسيمبلي كومبوزر اسيمبلي عبارة عن مجموعة لينكات تمام كده لينكات العادية اللي هو لينك اوستان سلوب على سبيل المثال بتعمل لي مثلا القطاع زي اسيمبلي زي كده مثلا عشرة اوكي تمام بتعمل العجب يعني بتعمل حاجات كتيرة قوي فساعيتها انت بتبتدي باخطاع القطاع مثلا اللي هو هيبقى مفتوح على سبيل المثال هيبقى عامل مثلا كده ماشي هيبقى مثلا فرضا يعني بجيب بشكل مثال يعني كده اعمل كده حلو دي هتبقى شكل اللينكات بتاعتك تمام وفي نفس الوقت العرض اللي هنا هيتقدر تغييريه اللي هو تقدر تغييريه بناء على تارجت اللي هو الخط اللي هنا هتوصلي بقى الخط ده عبارة عن مبادئ من الكالفورت بتاعتك اللي هي الشكل ده لحد البوكس بتاعك اللي هو مثلا هيقابل هنا المفتوح نقطة البوتوم دي هتوصلي على البلان نفسه 3D Bully Line او Feature Line ما بين النقطة دي وما بين النقطة ايه النقطة تماثلة هنا ونفس الشيء ما بين النقطة دي والنقطة تماثلة يبقى انت عندك اربعة feature line بالمناسب بتاعتهم زي كده تمام والشكل ده هتتطيله تارجت توسيعه تارجت منسوب الى اللينك ده هتعمل اربع لينكات لينك الاول اللينك التاني التالت الرابع واللينك ده يبص على الخط ده واللينك ده اللي فوق يبص على الخط ده هيتحول الشكل من هنا حيث يوصل يبقى شكل عامل حرف U بالشكل ده كده اللي هو اللي هو عمل 0.01 اللي هو الشكل ده يبقى هو هيبتدي معاك بالشكل ده تمام ولكن مع اللينكات اللي اربعة اللي احنا عم ننهملو دول اللي هو المفتوح على التجاه الطولي اللي هو عبارة عن feature lines هيقابلهم في الاخر خالص اللينك بتاعك هيبقى شكله عامل كده عند الكالفرت نفسه نحاول نعمل حاجة شبه يعني نحاول هيبتيك كلها باللينكات مش هتحتاج تقريبا نسبة simple composer ولكن المشكلة هنا مش هيبقى عندك سمك او ممكن على فكرة تعملها بشكل حراط الung wall بسقابلum هناك ele in forever فيه wing wall في الشبكات اننا نعرفه niye الung wall في الشبكات ولاني مش عارف تبعية فيه wing wall ولا في الشبكات بسقابلum فاكر في الشبكات فيه هذه wing wall هتشوف لك بعض في الشبكات اراجئ لاني قالي فاتر مشتغلتش عليها ولكن مبدأيا لو هي حاجة شبه كده بسيطة ممكن تتعامل أربع لينكات وكل لينك طبعا الأربعة خطوط الصفر دول اللي هيبقى عبارة عن 3D Bully Line أو Feature Line موجودين على الرسم وسعيد هتقولي الخط الأول ده يعني هم هنا كده عند أربعة هتقولي له الخط ده يبص على عرض ومنسوب على الخط ده واللينك ده يبص على الخط ده واللينك ده يبص على الخط ده في الأخير قادر ستلاقي أن القطاع كان بادئ معاكي بالشكل ده وينتهي معاكي بالشكل اللونه أحمر ده بالضبط كده هيبقى ملوصق طبعا تماما لمن للشبكة بتاعتك نحاول نشوف كده أحاول أعملك مثال بسيط مرة جاية سريعا كده يبقى عندنا قطاعين ونشوفه هيبصل من هنا لهنا إزاي في حد تاني معا فيه هنا سؤال من فضلك لينك نسخة الأشتو الأشتو نفسه موجود في كل حيط هرفع لكم حاضر أي أشتو يشتغل معاك مفيش مشكلة العفوز منززة يعني لو في حاجة في البرنامج هيحاول أجيبها لو ما فيش نقدر نعمل باللينكات كده ما فيش مشكلة وإن شاء الله تستغل معاك إنك الأشتو أنا برفع لكم حاضر نسخة أشتو في كزا نسخة هرفع لكم كل النسخة اللي عندي مش مشكلة حد تاني قبل ما نقفلي أولاد ربنا يجزح على خير والله ألا دو ألا تريخ الله يحفزك بشونس ربنا يحفزك نلقاخ على خير إن شاء الله الأربعاء القادمة بإذن الله بإذن الله تعالى إن شاء الله جزاك والله خيرا العفو العفو برعاية الله السلام عليكم وعليكم وصلاحكم وبركاته شكرا 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 شكرا